الهلي خد كل الخطوات الشرعية علشان يحفظ حقه في ملعب نهاية الأبطال بس لو على الأبطال فاحنا مش قلقانين البطل واحد ومعروف خطوات الأهلي علشان يحفظ حقه ويسجل اعتراضه وبخصوص ملعب النهائي حقه لازم يعمله بس اللي لازم يعرفه الجهاز الفني واللعبين وأكيد عارفينه إن الأهلي يكسب في أي مكان يكسب في أي زروف ده الأهلي يكسب علشان اسمه اسمه الأهلي تاريخه وحضره يشفعوله واللي يلعب ويقلق هو وفي أي مكان غضب الأهلي المشروع لازم يتحول لغضب فني في أرض الملعب علشان يرجع بالبطولة ومش مشكلتنا إن غيرنا هو اللي صح المكان اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة نهاردة وأنا جاي كنت بفكر في حاجة واحدة بس هل كل الخطوات اللي الأهلي بيعملها اعتراضا على إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في المغرب أرض أو ملعب الوداد المغربي هتوصل لنتيجة؟ غالبا لا غالبا لا هتقام المباراة في المغرب هتقام المباراة في المغرب أنا فارق معي إيه؟ فارق معي إن ده شغل إدارة النادي الأهلي وبصراحة شديدة بتعمله بامتياز بتعمله بامتياز بتاخد كل الإجراءات الشرعية والقانونية بخصوص هذا الأمر إدارة النادي الأهلي وبس لا جهاز فني ولا لعبين ولا حتى جماهير تنشغل بهذا الأمر جهاز فني عنده دور للتجهيز للمواجهة النهائية بإذن الله بعد ما النادي الأهلي يعد وفاق سطيف في مباراة إياب نصف النهائية يركز كويس أوه في المباراة النهائية اللعبين يركزوا كويس أوه في المباراة النهائية والجماهير تحاول اللي يقدر اللي يستطيع يسافر إلى المغرب يساند النادي الأهلي يشير تسكرة المباراة ويسافر للمغرب اللي يقدر في استطاعته أن يصرف مصاريف سفر ويسافر يتفضل يعمل كده وفورا يحجز بسرعة عشان يلحق يطلع تأشيرته يعمل الكلام ده كله عشان ما يحسوش أنه كان فيه صعوبات يعمل ده بسرعة الكل يدعم النادي الأهلي الكل يقف مع النادي الأهلي الكل يصق 100% في النادي الأهلي في أي مكان في العالم ليه؟ ده النادي الأهلي أقول لك كم واجهة النادي الأهلي كسبها بر مصر أقول لك أن النادي الأهلي ما بقى الشفري معاه قوي موضوع فرق شمال أفريقيا أقول لك أن بيتسو موسيماني ما اخسرش من فرق شمال أفريقيا مع النادي الأهلي أقول لك أن النادي الأهلي هو صاحب أكبر عدد ألقاب في تاريخ القرى الأفريقية أقولك إن النادي الأهلي عنده أفضل تشكيلة في القرى الأفريقية أقولك إن النادي الأهلي عنده أهم مدرب في القرى الأفريقية أقولك إن النادي الأهلي اسمه يكفي ويقلق أي منافس بيلعبه كل ده أقوله لك محتاج أسبيته لك لا فأنا مش ألقان على الأهلي لما يلعب في أي مكان هو الموضوع كله إثبات حق فقط إثبات حق فقط حق مشروع جيه عليك كاف بقرار تعسفي صعب وسيء جدا في تاريخ الكاف قرار بتاع قامة المباراة في المغرب ده هيفضل في جبين الكاف على مدار التاريخ هيفضل في جبين من هم يعملون في الاتحاد الأفريكي لكورة القدم الآن على مدار التاريخ بس احنا اللي شغلنا واللي بنفكر فيه واللي هنقف عنده كتير الكورة لا هل هيلعب ازاي المباراة نهاية الاهل هيستعد ازاي للمباراة النهاية الاهل عايز يهم للمباراة النهاية الاهل هيبقى قدام جماهير منافسه بعضد اكبر اكيد اللي هو الوداد هيتعامل مع الكلام ده ازاي ملعب مش ملعبه هيتعامل معه ازاي هيسافر المغرب الدقيقة قبل المباراة هيختار تشكيله مسيماني هيختار تشكيله عاملة ازاي طريقة اللعب هيلعب 4-4-2 والهيلعب 4-2-3-1 والهيلعب 3-4-3 والهيلعب 4-3-3 طرق الكتير اللي بيقدر يشتغل بها بيت سمسيماني ده اللي نتكلم فيه ده اللي هنضيع فيه وقت الفترة اللي جاية لحد المباراة النهاية النادي الاهلي هو الان ممثل مصر الوحيد في البطولات الافريقية بعد خروج الزمالك والبيراميدز والمصري وبالتالي كلنا في ظهر النادي الاهلي كلنا في ظهر النادي الاهلي ونسنده ونشجعه ويرجع بالبطولة رغم كل الظروف خد بالك أنا ما كلم لقتي لعب النادي الاهلي آه الجماهير عندها حرط غضم اللي حصل من الكاف بس لو أنت لقدر الله خسرت البطولة في المغرب محدش هيفتكر الحصل من الكاف هيفتكره الأداء بتاع التسعين دي بتقدت برجولة ولا لا عملت اللي عليك ولا لا قدت بشكل فني رائع ولا لا عشان بعض الناس ممكن تقولك ايه اما أنا لو خسرت هيقولوا انه الكاف هو السبب وخلاص وانا برا الموضوع لا عند الاهلي لا عند جميع النادي الاهلي لا ما بيفهموش الحاجات دي هم يفهموا ان الاهلي بيكسبوا بس هم يعرفوا ان الاهلي بيكسبوا بس هم حفظين وفاهمين وعارفين ان الاهلي بيكسب وبس اي ظروف بقى هي ظروف خارجية اي ظروف اخرى الاهلي يا ما عدى ظروف ويا ما عدى صعوبات ما انت اخد بالك لما تحقق كل الانجازات دي على مدار تاريخك حجم البطولات الافريقية وبرونزيات كاس العالم وخلافه ده مش بسهولة يعني عشان بس الناس اللي فاكر انه الكلام ده الاهلي حقاوه بسهولة كده وخلاص لا كان في ظروف وكان في احيانا تحيص تحكيمي وكان في ملاعب صعبة وكان في اصابات وكان في مشاكل وكان في غيابات كان في مليون الف ظرف ورغم كده الاهلي معروف معروف انه بتاع الظروف بتاع الظروف الصعبة النهاردة هيبقى معانا ضف كبير ضف عظيم واحد من افضل المحترفين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية واحد من الاسماء العظيمة جدا اللي لعبت في الكرة المصرية في الدول المصري وفي البطولات الافريكية مع النادي الاهلي مهاجم من طراز فريد حرفيا من طراز فريد عشان الجملة دي بتتقال دايما مع اي لاعب بس هو فعلا مهاجم من طراز فريد رأسيات عظيمة لا لا يمكن او يمكن انا شخصيا ما شفتش مهاجم في تاريخ الكورة شبه المهاجم اللي هيكون معنا النهاردة في ضربات الرأس اي كورة عرضية هي جاية انا نزلت على رأسه تبقى جول مر بظروف صعبة جدا مر بظروف صعبة جدا في بداياته مع النادي الاهلي قعد سنة يعاني تماما ما بيسجلش اهداف هجوم وانتقاطات جمهورية كبيرة واصمم عليه واصر عليه منول جوزي الى ان اصبح واحد من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي ضفنا في الفقرة الاخيرة النهاردة هيكون مهاجم النادي الاهلي الاسبك المهاجم الدولي الانجولي امادو فيلافيو واحد من اهم اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي وجيله الزهبي واحد من الاسماء الكبيرة اللي نتشرف انها تكون موجودة معنا في رقم عشرة اما بعد الفاصل فيكون موجود معنا ان شاء الله زي منا الناقض الرياضي المميز دوما محمد صلاح خليكم معنا الحلقة كلها حلقة ان شاء الله ممتعة لحلقاتكم بعد فصل موسيقى يا لبا حضراتكم مرة اخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة زميلي العزيز الناقض الرياضي المميز دوما محمد صلاح محمد انا مشرفني ونورني ودايما بقى مصوط انت موجود انا والله يبقى مصوط اكتر وبقى سعيد جدا جدا ان انا موجود معك اخبرك ايه الحمد لله اخبرك ريسا كله زي الفل انت واحيشني مبدايا انت جمان جدا والله بلا كتير ما زرتناش والله ده بعدي ده عناي بعدي عناي انا انا موجود وابتحت الطلب طبيعي يا صلاح طيب عزيز ابدأ معك فيما يخص الموضوع الاكثر جدلا خلال الايام الماضية والايام الحالية والايام التالية موضوع النادي الاهلي وملعب مباراة نهاية دولة ابطال الافرق ايه رأيك بداية كده في الوضع بشكل عام والله الوضع يدايق والوضع مش الطبيعي بتاع مصر الرأي ده في كل حاجة ومش كلام عشان احنا رواد افريقيا ورواد في كرة القدم ورواد عربيا وطول الوقت مصر اللي متقاش مصنفة ورايحة ما تاخدش اي حاجة بتوصل لانهائي ومباراة فاصلة في كاس العالم واقوى دوري في رأيي في المنطقة ومن اقوى الدوريات يعني افريقيا اقوى دوري مثلا خلينا نتكلم من الكلام على افريقيا لكن احنا نتحط في الوضع ده في علامة استفهام كبيرة بالنسبة مش مصر يعني النادي الاهلي الوقتي لا بيمثل مصر مظبوط النادي الاهلي الوقتي هو الممثل المصري لطرف ان شاء الله النهائي بعد مباراة وفاكستيس والممثل المصر الوحيد في البطاطر افريقيا حرابتك بعد خروج الزمال وبرمزه المصري وكله طيب انا النهاردة المصر المكرهة الكافة القاهرة زي ما بيقولوا وكل شوية يقولون المكرهة عندوكم المكرهة انا يعني ليه الممبرات تلاقي في المقرب فين الفرص المتساوي والله اصلي لسه الاربعة ما تحددوش ممكن وفاكستيس يسعد او بترو اتليتكو يسعد المباراتين اعتقد خلاص طرفين نهائي الاهلي والوداد طب انا النهاردة بدي ميزة للوداد بيلعب وسط جمهوره بيلعب انا بالمبدأ انا في ناس ممكن بالزمالك او الاندية تانية تروح تشجع الان بمبدأ ان ده الممثل المصري في ناس بتروح عادي جد صحية الاهلوية هيروح يا سيدي واخد بالك هيتلاعب في برج العرب الاستاذ مش هيتملي هيتلاعب في الغرداء الاستاذ مش هيتملي هيتلاعب في اي مكان الاستاذ هيتملي فانت مدي ميزة للمغرب ان انت فريق مغربي هلعب على ارضه يعني عشان مثلا المصريين يسافروا من هين المغرب دي قصة كبيرة لكن عشان المغربة يسافروا مثلا من الوداد دي لو لحد العاصمة او ايا كان محافظة او كده دي مشكلة مش مشكلة فالنهاردة انت ليه بتحط نفسك كاف فيه نقطة زي دي موضع عريبة في حاجة ليه بتعمل كده يعني ليه ليه متلعبها في السنغال يا سي متلعبها في نيجيريا في الكاميرو ان كانت لسه مستضيفة اه مش احسن حاجة لكن انا هم مباراة هتعدي بشكل او باخر يعني متلعبها في الجزائر بعد اما فاقستيقنات متلعبها في تونس هنقعد نعد في البلدان متلعبها في اي بلد لأ وانت انا قلت مبلح حاجة صراحة اول امبرح انه لو انت شايف ان دول افريقيا كلها ما عنداش ملاعب مؤهرة ان تستضيف نهاي دول اقتار افريقيا يبقى دي مشكلة كده لهم برا واحدة بالمناسبة اه لهم برا واحدة مش بقولك بطولة يعني يبقى انت عندك مشكلة انت اصلا ككاف عندك مشكلة لانت تكسف يبقى انت كده عندك ازمة انت ما عندكش دولة تقدر تستضيف مباراة يبقى انت عندك كارسة كبيرة غير مصر والمغرب وجنوب افريقيا يقولك مصر والمغرب طبعا هم افضل تلات دول في الكارسة يقدروا يستضيفهم مباراة كبيرة بس بقى الدول مش موجودة ما ده معناه يبقى انت بتكرب فاشا للكاميرو في بطولة الامم بالافريقيا يدي نقطة تانية نقطة مهمة جدا متقول انك دي والله لسه منظمة فانديها للكاميرو صحيح لسه كان عندهم بطولة كبيرة بعدين الاهل مبارح في بيانه قال نقطة في منتهى الاهمية صلاح نقطة ممكن تكون عدت على ناس قالك هو الكاف ليه ما قالناش ليه ملف السنغالي تسحب ايه الاسباب السنغالي عندها مشاكل مثلا في ارض الملعب في المدرجات في المواصلات ليه انسحب الملف ده ليه الكاف ما وضعش وفاهمت كاف ما وضعش قالك احنا اخترنا المغرب لما السنغالي انسحبت ليه طيب انت المعلومة اللي عندك انه مدسيوي جاب لك شعو جاب راجل رئيس تحد السنغالي وقال لهم والله عارف حلوا الامور مع بعض صح فانا النهاردة لو الالاقة كويسة بانا بتسيب لي المباراة اناية الاثنين ايه المشكلة اه واناية الاثنين دي بقى ببناء على ايه زي ما تيجي عشان احنا مش بنتاهم حد دلوقتي لكن انا النهاردة ايه اللي حصل يعني عارف انت ايه يعني بلغة الكرة حل يا كريم انت وصلاح مع بعض فانا تيجي تقول لي احنا مكتب تنفيذي واحد وفي كاف واحد وبتاع وعندي مباراة فضل فضل عشان هيا راجعلي تاني اللي هو دوارة يعني ما هي مش كده طيب عشيل هالي وعشيل هالي على فكرة هي مش كده انت بتقولها بشكل سهل بس هو في حيات الامر هو ده اللي حصل هو ده هي دي المعلومة انا مش لا انا معلوماتي بشكل مبسط الناس كلها انه متسبب كمان كان غاضب من اللي حصل ده انه الرئيس الاتحاد الافريكي الكرة القدم كان غاضب من اللي حصل وشاف انه اعضاء المكتب التنفيذي زبطوها مع بعض من الاخر بس هو اللي سمح لهم بكده مطأ انا نرد راجع رئيس الاتحاد الافريكي نا هو العفيم المسؤولية طبعا مسؤول اخد بالك والواحد والله بعيدا تماما عن نظرات المؤمر موتسيب ده كان رئيسنا دي ايه سان داونس اللي مشي منه مين موسيماني عارف انت في لفة بقى طويلة كده هتواديك بقى في حتة تاني خالص انا سرحت معك بحاول اشوف انت رايح لفين وصلت طيب وصلت رئيس نادي سان داونس اللي موسيماني سابه رجالي على الاهلي اللي بينهم مشاكل لحد النهاردة على فلوس كانت خديتها مرات موسيماني ووكيلته مش عارف ايه صح الكلام بتقال فانا النهاردة انت ليه بتحط نفسك وتحط الاتحاد الافريك عاصل ممكن حد هوه بيفرج اللي تقولك ايه على صراح انت روحت بخيالك بعيد طب التالي خليني روحت بخيالك بالزبط انت اللي عملت كده انت اللي حسيت ان في مؤمر انت بهاردة طول الوقت بتهاجم الراجل بشكل غير مباشر مش انت اللي بتهاجمه بس النادي عندك عنده مشكل الراجل في بلده مورات الاهلي وفاكر لما وقفه باللافتات طب انا ليه ما روحش بخيال ليه ما بنعش كده الراجل مستقبلوش في بلده احسن استقبال يعني هو نفسه طالي اعتذر انا اسف ان ده بيحصل في بلدي سبل الوتوبيس ونزل عشان يعني يا جماعنا في بلد منفعش يتامل معايا كده حصل ولا ما حصلش طيب انت اللي ودتني بخيالي ان انا اوصل للنقطة باعة ونظريات المؤامرة والكلام ده كل طب وانت فين انت رئيس التحالي الافريكي الوقتي بقيت رئيس لكل الاندية المشاركة في البطولة الافريكية وبطولة الامم الافريكية راجل عايز تحط نفسك في مكان كويس وانت راجل الناس كلها انت خبتك عشان خطر طب على مسافة واحدة من الجميع وانت مش طرف في الموضوع خلي يا جنوب افريكي عادي تستغيف طيب الموقف اللي اتخذوا الاهلي والاتحاد المصر البيانات اللي طلعوا الاتحاد المصر اللي ارسلوه للكاف وايضا التصعيد للمحكمة الرياضية الموقف كله على بعضه شايف تحليلك لاشايفه موقف سليم الاهلي محتاجه اكتر من كده الاهلي يقف عند كده يسعد ازاي الاهلي اكتر طيب هو يعني اقصى حاجة تتعمل في التوقيت ده حاليا اتعاملت من اتحاد الكرة والنادي الاهلي بس احنا كان عندنا كارت تاني ممكن نلعب به بس هو برضو الوقت ما خدمش انك تقدم مع السنغال ومع المغرب انك تستهدف المباراة ده خطأ فده كان لازم عارف انت مبقى فيه كارت تلعب به انا موجود في الصورة ادي الملف بتاعي النهار ده واحنا عادين القادة دي لو مصر مقدمة والمصر مقدمة والمغرب مقدمة والسنغالي نسحبك انا قدوها بلد تاني برافا ليك مستحيك رائح انا اشكرا اقول لك التوقيت ده ده اقصى حاجة ممكن تتعمل لكن كان ممكن بخطوة قابليها عادي جدا استاد الاهلي والسلام يستقبل النهائي برج العرب بس الخطأ ده خطأ اداري مشترك في رأيه بين التحاد الكورة وبين النادي الاهلي عشان بس ان نبقى واضحين وقت ما الكاف فتح الترشحات او ترشحات ليستضافة النهائي لا الاهلي يقدم هو الاهلي اتحاد الكورة هو اللي بيقدم بس الاهلي ما طلبش والتحاد الكورة ما عملش وكان معايا مبارح الأستاذ الهاب لكم يعودوا مجلسة التحاد الكورة قال انه الفترة اللي فتحها الكاف عشان تقدم ملفك كان فترة مشتركة بين فترة احمد مجاهد وفترة الاستاذ جماعة ده اي انا كنت برضو يعني بس ده كان لازم يبقى المتوقف فيه اوي اوي النادي الاهلي انا معايا يعني النادي الاهلي سواء الاستاذ احمد مجاهد موجود ارمان احمد مجاهد موجود او الاستاذ جماعة يلفت المنظر يا جماعة لازم يا جماعة نقدم نقدم من باب الضغط زي ما برامدز عمل برامدز عجبني جدا ممكن الوقت معادي نهاء يكون فضرانيا ما تلعبش افتاد الدفاعج معادي جدا وارد انت عندك بدلا انسحب بقى الوقت يعني لو الوزاد مش موجود انسحب السنغال انسحب لا انت كاهل حتى لو ما كنتش وصلت للمرحلة دي وكنت تخسر وانسحب معادي مالف يعني السنغال انسحبت بدون اي اسباب الوقت ولا اقومات ولا اقومات مش حصلت مشكلة بالزبط وليه ان اتنين نهائي تلعبوا في المغرب من قلة البلاد الافترانية من النهاية وراء بعض اه من النهاية يتلعبوا في المغرب ففي علامات استفهم كتير جدا هتخلينا نروح الاهلي عمل اقصى مالة دي في المرحلة دي ما عندوش حاجة تاني يقدر يقدمها النادي الاهلي يعني انا لجأت واعترط وطلعت البيانات ولجأت المحكمة الرياضية والتحاد الكرة تضمن معايا لكن هي دي اقصى حاجة رأي متطرف شوية رأي جامهيلي شوية يقول لك لا النادي الاهلي كبير الكرة اهم نادي حصد بطولات في الكرة هو اكبر فريق في الكرة الافريقية هو نادي الكار لما يحصل مع موقف زي كده يقول انه هينسحب ما عشان كبير الكرة وعشان النادي الاهلي يكسب في اي مكان وعشان النادي الاهلي قادر انه هو يرجع بالبطولة من المغرب وخلاص لو الامر واقع لا طبعا ما نسحبش مش النادي الاهلي احنا بتسجل موقف واحنا اتفقنا ان فيه خطأ حصل خطأ ان احنا ما قدمناش فبالتالي السنغال انسحبت مش هتقدر اتربعها لعديها بش تسجل بقى وباخر او بتزبيط او كل لا احنا النهاردة النادي الاهلي انا بس احنا بنتكلم في ازمة بنقول فيها العوار اللي وصلوا الكاف ان بيحصل حاجات دي محدش يصدقها يا جماعة خلاص زمن التزبيطات والتربيطات والتفقوا مع بعض وخلصوها ودي وعلى جنبه خلص المفروض المفروض ده هو ما خلص الاسف في التحادل الافريقيا ومازال فيه مشاكل كبيرة جدا جدا في التحادل الافريقيا ومازال لازم بقى لينا جانب كبير جدا ومؤثر في التحادل الافريقيا وده لنا بدأت كلام بيه ان احنا مش لقيين ده احنا مصر منفعش نبقى لعبا بين اي حد شح فده اللي احنا تفعلن ليه لكن لو هنتكلم الكلام الجد الاهلي قادر انه يرجع ببطولة افريقيا ان شاء الله من المغرب تايف كنت بفكر يعني مش انا اسف مش احنا مش جايين النهاردة بنحط مبررات للنادي الاهلي انه يخسر انه خسران لا النادي الاهلي هيكسب و هيجي بالبطولة وان شاء الله هبقى معاك هنا وهتوقع البطولة الحداشر الاهلي في موقف ليه تروح المغرب ليه تمنى هاي في المغرب صح ولو قدمت سنة جاية واللي بعدها هتدوهني يعني خلاص اعمل كسابي على كده انتعرف في اللغبطة بتاعت الكاف دي بفتكر ما حدث ما قبل كأس الأمم الأفريقية في الكاميرا لما تدخل رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأوروبي عشان يلغو البطولة أصلا تمام وساعدنا لو حد تلع بحمال شديد جدا لا احنا مش قليلين مش قليلة الكاف قوي الكاف ما ينفعش يبقى هزيل كده وبتاع ما ده شعورك انته شعورك الداخلي ووطنيتك ما وطنيتك ده مش وقف عند البلد بس وعند القر بالزبط كده لا بس هم بيبينوا للعالم كله ان احنا لا احنا كاف ضعيف كاف قليل كاف عنده تربيطات زي ما انت كنت بتقول حاجة حاجة تزعل وحاجة تحزن لكن الأهلي قادر الأهلي خد 2006 من قلب الصفاكس من قلب تونس هم الأهلي من كوتوكو الأهلي الأهلي بيطلق كتير جدا المبارات تانية لقدن الكاميروني صح يعني المبارات تانية كانت فاصلة برة الارض والأهلي قدر 2012 طبعا طبعا مبارات شهيرة سيد حمدي واريد سليمان هم فيعني لا الأهلي قادر انه هو يرجع جدا بالبطول لأ احنا بنتكلم في موقف زي ما انت قلت بقش انا بدعمك وقف ضهرك وبحتاج طب الأهلي اتظلم أفريقيا في البطولة الأفريقية والوقتي بتزرم تاني أفريقيا في بطولة الأمم لما بقش فيه تنصيج بين الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريكي وكاس العالم الأندية يتلاعب وبطولة أمم أفريقية شغالة انت يعني يعني اللي بيحصل ده صح ليه صح ليه ومش انتو دول بطولتين المفروض كبار وطولتين والتصريح طبعا الشهير بتاع المهندس الحمجاهد اللي هو كان على علم يا ما كانش متأكد نحنا هنوصل للمرة النهائية لان أنا ما عنديش حل تاني يعني لعابة الأهلي هتوصل جميعا صحنا مش هوصل للمرة النهائية أو كان فيه معلومة ان هي تأجل تلاتة ومحا تقول على التصريح اللي هو قال في انه اللعيبة هتوصل هتلعب هتروح أيوه التصريح بتاع ما تلويش يا جماعة لعبت الأهلي هنا هتوصل الكاسي العالم عادي جدا مرتاحة فيا حاجة من الاتنين يوم ما كنش وصلنا للمرة النهائية يا إما كانت البطولة تأجل تلاتة أربعة تيام في حل تالت أو كان متساوي ان كاسي الأمر وفكها هتلاقيش ده الحل اللي هما كانوا بيسعوا لي ولا حل من التلاتة حصل فالنهاردة الموضوع لا اللي تحادل أفريكا يا جماعة لازم له وقفة جمدة جدا جدا وراح الأهلي البطولة كاسي العالم الأندية مع كل الظروف ديت وفاز على مونتيري وفاز على الهلال وعمل بطولة محترمة وقد مركز تالي في كاسي العالم الأندية والأهلي يحتاج والأهلي يزعل والأهلي يتضايق بس حنبقى نصك في الأهلي مية في المية انه يرجع بالبطولة عادي جدا ده أكيد هو ده طيب عايزة أخذك شوية لكورة النادي الأهلي الفترة اللي فاتت دي مع بيتسو موسماني مش الفترة اللي فاتت مباراة وفاكستيف تحسن كثيرا أداء ممتاز أداء رائع نتيجة وأداء موسماني عمل مباراة جبيرة ما قبل كان وحش ما قبل كان في زعل من جمالي النادي الأهلي ما قبل كان في شك عند بعض جمالي النادي الأهلي في مدنهم الفنيين ناجح جدا كان ما قبل شك عند جمالي النادي في بعض عناصر الفريق زي مثلا برسي تاولت أولاك جدا في المبارات وفاكستيف شفت المشهد ده ازاي شفت ان الاهلي أفريقيا غير محلي ليه يعني الاهلي مركز جدا أفريقيا جدا محليا يمكن ريح شوية محليا حسابات موسيماني مختلفة شوية نهيك عن أنا برضو عايز أشيل بالدوري الدوري كويس جدا جدا انبارح الزمالك بيتغلب من أمبي الأهلي بيتعادل يعني فيه مفاجآت كتير الدوري بخلص احنا لسه بنلعب في الدور الأول يعني ما زلنا لسه ما نهناش الدور الأول فعشان تبقى المنافسة بالشكل ده لا الدوري قوي والدوري بشكل كويس وده مش معناه ان الدوري أقوى من بطورة أفريقيا عشان برضو ايه الكلام يبقى مفهوم بشكل صح يعني لكن الموسيماني مركز كويس جدا جدا أفريقيا عارف ان هو على بعد خطوة من هو يحقق إنجاز كبير جدا 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 لم يحدث منه قبل يعني إنه يوصل ثلاث بطولات متتالية ياخد البطولات متتالية لا يعني برضو موسيماني ده لازم نقف عنده وأنا مش معه إنه عمي براه وحش فهو أسوأ مدرب في الدنيا ويعمل براكويسة فهو أحسن مهمة هو يعني فيه توفيق ساعات توفيق بيغيب عن اللعيبة صحيح ما هو بيرسي تاو ده اللي وصل لحد المرمى واختلي توازنه فطلع بشكل صحيح جدا طلعها الجيش صحيح بس واحدة من ناحية لبين واحدة من ناحية الشمال لكن النهاردة بيرسي تاو الراجل رهن عليه وكل اللي بقى الأهلوية نادت إنه هو بيرسي تاو يعني يعطي يعطي والراجل أكد بيرسي تاو موجود لعيب كويس حسه ضعيف شوي يعني حسه بدنيا بس ضعيف يعني رأيي إنه هو فيه حاجات كده يعني يعرف لو عنده كوة سنة يقدر لأ يوصل ويروح بساعات الفينيش بصراح أحساسي بس يعني لما أقولك كده عنده مشكلة في فوتورك بس هارجع أقولي نفس إيه بس ما لعب في الدور الإنجليزي ده لعب منتخب جنوب أفراقيا كان أحسن لعب في منتخب جنوب أفراقيا ولو عنده مشاكل زي اللي إحنا كنا شفناها قبل المباراة وفاق السطيف ما كانش لعب في كل الأماكن دي هو لعب كويس لكن ما فيش مشكلة إن أنا كنت في توب فورم ونزلت شوي عادي جدا مش تقول للوقت أنت في توب فورم بتاعتك مش تقول للوقت أنت فت مش تقول للوقت أنت بتعمل أحسن حاجة عندك بس أنت استغلي بقى أحسن حاجة عندك دلوقتي دي واشتغل عليها وجزء منها كبير جزء شغل مدير فني أنا النهاردة بجيبه بأكد أنت ضعت كرة بطريقة دي هنا 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 بشتغل عليها ده ما حصلش مبارات فاقستي ممكن يكون يشتغل معاه وده المدارب الكويس بالمناسبة فظهر بشكل كويس جدا جدا الحافز كمان عندي اللعيبة أفريقيا أكبر بكتير جدا محليا فده ممكن يعمل الشكل اللي أنت بتتكلم عليه بس تعرف الأهلي مثلا تخسر الدوري السنة اللي فاتت بشكل زي ده تركيز كبير جدا في بطولة أفريقيا مع ضغط المبارات لما رجع في الدوري النقط هربت فأنا بتتصور أحيانا أنه الأهلي يقولك إيه احنا هنرجع للدوري وهنلم نقط تاني وخلاص لما نخلص أفريقيا فهيكون الدنيا ده جزء كبير منها وخصوصا أن الأهلي طول الوقت يعني وثق أنه هو لا يعني المنافسة بين الأهلي والزمالك وحتى كل ما بيرامتز بيجي يقرب بشكل أو بآخر رح رجع خطو بيرجع خطو فيتبعده عن المنافسة بشغل بشكل كويس بس هيبعد خطو النهاردة الزمالك بيرايح على فكرة الزمالك مبارح قدام أم بي بيرايح نفسيا الأهلي شوية حتى وهو عينه على المبارات أفريقيا فأنا في الدوري متطمن لا هرجع أشتغل بشكل كويس جدا فزي ما أنت قلت بالزبط دايما الفكر بتاع أنا راجع الدوري وهقدر ألم النقاط وهقدر أكسب وهقدر أصنع الفرق ده موجود عشان كنا بقولك التركيز أفريقيا والحافظ أفريقيا أكتر بكتير جدا منه محلي طيب ده النادي الزمالك بيريلا ماشي بشكل معقول جدا في الدوري صحيح أحيانا كان بيبقى فيه فوز عسير التعادل يجي في النص قدام فرقه بس الخسارة أمس أمام إنبي هي اللي كانت مفاجأة أنه أنت بتلعب وانت مرتاح بقى لك فترة مريح بتشكيلة شبه كاملة بتكلم عن 11 اللاعب احنا عارفين النقصان في عدد اللاعبين في نادي الزمالك أو في القوام الأساسي ليه الفريق بشكل عام وخسارة مفاجأة جدا 2-0 أمام إنبي اللي عمل مباراة كبيرة وممتازة بقيد الكابتن حيرمي ترون بالزبط الزمالك مبارح كان مفاجأ محدش كان يتوقعا لا الشكل ولا الأداء يكون بال لكن كتير اللاعبة برضو بتغزي للمدرب كتير اللاعبة متقاش موفقة جدا جدا وصراحة هنتكلم على واحد من أفضل المدربين بصراحة سواء نجوم قبل كده أو اللي موجودين حاليا فريرة اسم كبير ومدرب محترم بس ساعات اللاعبة متقاش فيهمها أنا شفت لعبة الزمالك مش فيهم في الوقت اللاعبة إنبي مركزها فيه جامد جدا 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 كابتن حلمي عامل ايه؟ كابتن حلمي عامل ميكس ما بين اللاعبين أصحاب الخبرة واللاعبين الشباب واعتمد بشكل جامد عن ناشئين سواء لتسويقهم أو الاعتماد عليهم المواسم اللي جاية وده قدام فرقة كبيرة بيعملها مشكلة كبيرة كل لعب النبارح إنت تفرجت عليه بينزل لبس اتشيرت بتاعه شايف رقمه مش عارف اسمه ولا شكله هيموت نفسه قدام الفرق صح فقدام ده الزمالك برضو عارف إنه قدام إمبي مش بتيمه المرعب بتاع زمان مجموعة من الشباب مجموعة اللاعبين الصغار عندهم واكم حلوه أمش عندهم واكم حلوه أوي جون إيبوك ممتاز ممتاز جدا طبعا جيني إيبوكة ده هيكمل مع إمبي؟ بالمنظر ده؟ لا سأنا جاه تلاقيه في الأهل أو الزمالك يعني اعتقد بشكل كبير أو بيرامدز أو يعني أنا أعتقد هيبقى برمص آه يعني وارد جدا طبعا بس أكثر استفادة وإمبي ده اللي بيعمله دلوقتي أنا هجيب وهفرز وهطلع وأقدر أبيه فالنهار ده اللاعبة الصغيرة اللي بقولك إحنا مش عارفين أساميهم أو شكلهم بيموت نفسه ومده مش أقدر أحصل قدام الأهل وإمبي وبيرامدز اللي هي المغارات اللي متشافة على فكرة ممكن تلاقي إمبي يتغالب المطش الجاي مسلا من إسترن كامباني ومش ده مش تعليل من إمبي مش قصدي لكن دايما الحافز بتاع اللاعبة خصوصا لسه طلعين قدام الفرقة الكبيرة طبعا وده اللي قاله بريرا لما قالك إنه لعبي إمبي أو الفرقة اللي بتلعب إزا مالك بتدي ثلاث أضعاف مستواها طبعا وأنا اتكلمت على الكلام ده مبارح إنه موضوع طبيعي انت بتلعب قدام إزا مالك أولي على دوق الكلام اللي انت قلت وده كله ألا ده مطش النجومية ده مطش الشهرة ده المطش اللي قسمه بتعرف فيه بالضبط ده المطش اللي شكله هيبتدي الناس توقفني على فكرة والمدرب كمان يعني مش بس اللعب في أرض الملعب المدرب بيستعرض إن أنا مدرب كبير لما يلعب قدام ألو الزمالك ويكسب ألو زمالك بالضبط وكابتن حلمي مدرب كبير وليه صورات وجوالات طبعا مع قدام الزمالك لكن النهاردة كابتن حلمي بيحط برضو يعني نقطة صودة في مشوار الزمالك في الدوري بهزيمة الزمالك امبارح النهاردة والزمالك قاعد بيشتغل على يوم بعد المباراة بيوم إن أنا هشتغل لا دي نقطة هتبقى نقطة مش كويسة أنا النهاردة وأنا بعد الفريق للمباراة اللي جاية صعب جدا انت هزيمة مفارقة تراجش بشكل كويس جدا كابتن طرق العشري بشكل كويس جدا جدا قالينا حديث مع بعض لأ الأمور ماشية اللعيبة مرتاحة نفسيا فنيا بتأدي بشكل كويس جدا الضغوط متشلعة لهم بشكل كبير قادر إنه هو يعمل توليفة برضو كويسة عنده مجموعة من اللعبين الممتازين بداية من محمد بسان في رصة المرمى لحد لا الرجل صراحة رأيته كورا مش كده يعني فترات كده لعبت إيه حرس المرمى حرس المرمى شفت جبتك منين حرس المرمى ما له بقى محمد أبو جبل الكلام اللي بيزعل ولا الكلام بتاع لا الكلام الوقت أنا سألتك ليه على قصة أنا عارف إن أنت حرس المرمى بس التكنيكل إيه المشكلة محمد أبو جبل نفسيا ومعنويا تركيز كل ده إنت ممكن تبقى فاهمه وتشايفه أبو جبل من أحسن الحراس اللي موجودين في مصر أبو جبل بطولة أفريقيا فرقت معايا جدا 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 في مسيرته لأنه هو كان حابب يقول للناس أنا مش رقم اتنين أنا ممكن عادي جدا أنا بقى رقم واحد أنا ممكن أشيل منتخب مصر على كتافي بس ده كان محتاج منه تركيز مليون في المية مش مية واحد في المية ولا ميتين في المية مليون في المية بس ما حدث في بطولة الأمو الأفريقية والتقلق غير العادي لمحمد أبو جبل والأداء اللي كلنا أشدنا بي وخلانا متطمنين أن مصر عندها حراس جامدين جدا جدا أنا في رأيي أنه هو ضيع جزء منه ضيع جزء منه بعدم التركيز في الحوارات اللي تعاملت والظهور الإعلامي الكتير وتعالى نقارن الشيناوي وأبو جبل في الحتة دي الاتنين حراس ممتازين إمكانيات كبيرة ما اختلفناش الشيناوي شفته بعد بطولة الأمو في كم حوار وكم برنامج واحد مثلا مثلا أنا مش فاكر أنه هو طلع مبدئيا وارد يكون تلبس سنة أخبر بالك أنه ساعته عشان يبقى أمنا برضو عشان طلع على كاسي العالم الأندية واخد تالت عالم وواصل نهائي لا ما طلعش فأنا قصدي أن الجزء ده والله وإحنا بنكلم فيه لمصلحة منتخب مصر ومجابة نفسه طبعا وهو أنا قلت لك بداية كلام بأنه قاعد من يعني هو أبو الشيناوي أفضل حراس بمصر ما فيهاش كلام على فكرة عندنا خامة كبيرة جدا جدا من الحراس عشان برضو الحتة التركيز دي مهمة أنت طول الوقت قاعد مركز إما رجع وهو حتة التركيز دي قلت وفي ماتشا أو اتنين ما كانش موفق وعواد لعب ورجع يلعب تاني وكده دي أثرت عليه شوي أثرت عليه بقى شوي يعني الجزء ده أثر عليه تاني بشكل أو بأقل طيب أنا فيه نقطة كثير من الناس بيغفلوها في انتقاد حارس المرمى يعني حارس المرمى هو اللي بيأخذ الغلط هو اللي بيعمل السلحان اللي هو عامله في الكرة النهاردة تمام بارح بتاعة مهاجم أمبي الدفاع بتاع الزمالك فيه مشكلة أكيد الدفاع منشستان وينايتد نعم فيه مشاكل دي خياب يطلع شكل وحش هو من أفضل حراس المرمى في العالم حصل أنا فاكر ريال مدريد في وقت كاسياس لما عاد فترة سيئة جدا كان الدفاع سيئة جدا فكاسياس اللي هو كان من أحسن حارس في العالم سيئة جدا فأنت برضو لو الدفاع اللي قدامك ماشي بشكل كويس هو بيريحك وانت بتريحه دي هو الدفاع مش ماشي بشكل كويس ودفاع الزمالك بقراء الجميع مش ماشي بشكل كويس فأحيانا الحارس هو اللي بشيلي الشيلة دي كلها بقى ما هو عشان أنت آخر واحد بالزبط أنا حارس مرمى فأنا كنت دايما آخر نقطة آخر نقطة في الدفاع دا يتقال لك إيه غلطتك بجون يعني ممكن كريم بيلعب مدافع قدامي بيغلط فأنا هشيل وراه لكن لو أنا غلط مفيش وراك الجون دا الكرة دا خليل في الجون فلاني أنت آخر خط دفاع موجود لو كرة تخطتك فأنت خلاص كده أنا فاهم دا كويس بس أقصد إنه هي المدافعين كويسين وصل الفرقة ما كانتش كويسا بارح بالزبط كده فبالتالي أبو جبل مش هيبقى كويس وممكن تفتكر لأبو جبل مصد كورتين ثلاثة فرق وكانت النتيجة ممكن تبقى أكتر من كده لكن أنت بتتكلم على أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر أنت مش عايز له ولا غلطة أنت مش عايز له ولا غلطة مش عايز له ولا هفوة أنت ممكن كرة زي اللي عدت منه ودخل جونة حسب قصايت مثلا لكن أنت بتتكلم أن دي ما ينفعش حارس مرمى كبير تعدي منه أنت أتكلمش على جونج جي غلطته مثلا لا أنت بتقول في كرة معينة جي تعامل معها فطلع غلط فدي خلت شكله مثلا لا مش أبو جبل ليغلط الغلطة دي هو دا اللي إحنا عايزين نقاف عنده عشان بعد كده ما تتسببش في هدف أبو جبل محتاج يشتغل كويس جدا جدا يغمض هناه ويقفل ودانه ويشتغل أعتقد أنه هو قادر جدا يرجع أبو جبل من الأهل للزمالك ثم منتخب مصر كابتن أهاب جلال منذ أيام كان مؤتمر تقديمه مدينة فنيا لمنتخب مصر ما بين اعتراضات كثيرة وما بين اتفاق على اسم الكابتن أهاب جلال وما بين اعتراض على فكرة أنه كابتن أهاب جلال نفسه كان ممكن يبقى مداري بوطني تاني وواحد يقول لك أصلا كان ممكن يبقى مدير فني أجنبي زي كابتن حزب إمام مثلا الحالة الجدلية دي هتأثر على كابتن أهاب جلال دي عندي كابتن أهاب جلال أعتقد أن كابتن أهاب جلال تدع خلاص بتعم مع الأمر واقع هو مدير الفني لمنتخب مصر كابتن أهاب جلال عليه أنه هو ميراكس في حاجة غير منتخب مصر لعيبة منتخب مصر والأندية المشاركة والراجل على مدار الأيام اللي فاتت بيتواجهت في كل المبارات وبيشتغل مهامه خلاص كمدير فني لمنتخب مصر كابتن أهاب جلال لو التفت للإعلام وبص للسوشيال ميديا وابتدى يركز مين بيقول إيه مش هينجح لو كابتن أهاب جلال يشتغل شغله وابتدى يحط إيده على المفتيح اللعب والعموض الفقري وفعلا يعمل جيل أول وتاني ويكسب الناس هو كروشكس بالناس إزاي تقولوا الله عربية احنا موصلناش نهائي ملايبناش وخرجنا ونص هجمته لكن وانت بتهجمه انت شايل له حاجة شايل له في قلبك محمد عبد المنام وشايل له حسين فصل وشايل له أسامي أحمد ياسين وعمر كمال عبد الواحد وعمر كمال عبد الواحد شايل له أسامي هنقول كتير وعمر مرموش في المطشين اللي قابلهم بتقول على ليبيا كهو اللي جابه وتلعبه وصمم انه يلعبه وكسبك ماتش فانت ايه بتهجمه بس وانت بتهجمه بس الرجل ده عنده حاجة لا وصلك عين بحلوة انا بتكلم واحدة واحدة في البطولة العربية ده كان أول تعامل مباشر بعد المطشين الليبي خلاص اتهجم اتهجم جميل جدا بعد أول مباراة في نيجيريا الناس كانت مشاكتب على ضهراء باي باي كروش حصل شكرا كيروش ومش عارف ايه الرجل وصل لنهاية أفريقا بس انت شاهله ان الرجل ده طلع لك لعيبة وازهر لك لعيبة بشكل كويس جدا جدا محمد عبد مانيا موجود النهاردة في النادي الأهلي بفضل بعد ربنا الكروش الرجل كان موجود في نادي تاني وعارة وما بلعبش في الآلي ومن الأعمدة الرئيسية الوقت غير منتخب مصر في النادي الأهلي وغيابه بيأثر في شكل أوبه آخر فالنهاردة لازم انت تعمل دي لازم تدي ناس ثقة ان انت عندك بصمة بصمة اي أجنبي كان بيجي كريم كان بيعمل ايه كان يقولك والله كان مع كابتن دياء ده كابتن دياء اللي حد تشكيل ليه ما هو لسه جديد لا الرجل ده من أول يوم أثبت لك ان الموضوع ده بعيد عن المساعدين من أول يوم مفيش أفشا وشريف تاني يوم مفيش طريق حامل وزيزو ده موضوع كبير بقى لو المساعدة اللي اختار اكيد مش هجم اه يعني كابتن دياء مش هطلع قابشا وشريف او دياء او سوري طريق وزيزو بره للتشكيل فانت محتاج حد يشتغل بس اقولك حاجة قالوس كيروش لما عمل حاجات اللي احمن قولها دي كان صعيح في ناس بتنتقده وتحجمه جدا بس في ناس كتيرة قوي كابتن ديله صبرته ونسيبه الراجل يشتغل كابتن دياء بجلال اخيل كده مثلا اخيل معايا جي ام أسكر اللي جاي وقالك انا مش محتاج زيزو اعم ازيزو مين اللي مش محتاج وتحسن لعيف في مصر دلوقتي مش محتاج ومش في طريق اللاعب مش هينفع انا مش ناوي اخد محمد عبد المنعيم تاني عشان محمد عبد المنعيم مثلا بيمر بمرحلة هاخد ياسر ابراهي فحيستحمل النقد في ناس اصلا هتقبله كده والله انت المدير الفني وانت صاحب قرارك اشتغل به اكسب محنتش يقدر يتكلم هلين الناس مكلمتش معك روش بعدما افشا مش موجود انا كنت معك هنا وزميلي محمد عراقي كنا بنختار الثلاثة وعشرين اللي هيسفروا بطولة امم الفرق انا قلتلك شريف وقفشا مش موجودين انا فاكر كويس جدا وانت يعني اعتردت يعني بشكل عام او اخر قلتلي يعني صعب تمام وعلى فاكرة شريف دخل في الظروف برضو معينة والدليل انه ملعبش بشكل او باكر زي ما انت شبتك لكن النهارده انت سايد قرارك بتختار فريقك لو الفريق النهارده ادري حقق لك اللي انت عايزه محدش هبص من اللي كان موجود عظيم طيب عايز كلمك في نقطة قبل ما اختم محمد صلاح مش انت تمام محمد صلاح بتاعنا محمد صلاح بتاعي محمد صلاح بيمر بمرحلة خطيرة بتقولي خطيرة دي يا عمد محمد صلاح مكسر الداني نائد شامس دي ممكن يخسره دوري بيهرب هداف الدولي يجيز ممكن تهرب منه لسون خسران نهاية افراقيا في اخر لحظة خسران تصفات كاس العالم في اخر لحظة فممكن الموسم العظيم لصلاح يتحول لموسم ضلمة ايه المطلوب مننا في الوقت ده انا كنت بقول في الاول لا ده وقتنا بقى مع محمد صلاح محمد صلاح اللي فرحنا كتير قوي ده ده وقتنا بقى انه محدش اكتبقى التويتات اللي ايه انت تستاه انت ما عملتنا انت مش عارف انت يا رب الحاجات اللي اتدايق دي ده وقت الدعمة بتاع محمد صلاح ده رأيي مش عايف رأيك ايه انا شايفها ان كانت ضلمت في نقطتين فالباقي كله نور وبالنسبة للنطلتين النهائي افراقية ومورة السناغال طبعا ضلمت مش عانيت حك على بعض يعني كلنا اتدايقنا طبعا لكن خلاص نقطة من اول السطر محمد صلاح محتاج دعم من الناس كلها مننا يعني مفيش مجالنا كتقول بتحبها يعني ده راجل يعني مش فخر فخر كل حاجة مفروط رأينا برر المناقشة دي يعني خلاص عدنا المرحلة دي فمحمد صلاح محتاج كل الدعم وارد جدا جدا النهائي يخلص لصلاحهم والستي يتعصر بشكل او باخر وفي اي مباراة وياخد الهداف فالدنيا لده المادي تتحول لنور وطاقة قدر وده اللي احنا نتمنهوله طب حتى لو حصل العكس الدعمه كتير لسه يعمله هو برضه حصل الله خد شامس نيل وخد الدور الانجليزي وخد احسن هداف مرة مين فيعني خلاص احنا محتاجين لصلاح كل الدعم بشكل او باخر سواء وفك او عدم او لم يوفك بالمناسبة يعني فانا حطت النقطتين لكن يا رجل بحب التفاول ورجل متفاعل جدا ان هو يقدر من الثلاث بطولات اللي جايين ياخد بطولتين او لقب بطولتين وعنده كاس الاتحاد وعنده دور ابطال اوروبا وعنده دور انجليزي وعنده لقب الهداف يعني قادر قادر ان هو ياخد منه بشكل او باخر وبعدين رصيد محمد صلاح الكبير جدا 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 خلينا نتشرف دلوقتي في اي حتة ان المصريين ومصر والاسامي دي يعني يا جماعة احنا بينا على الخريطة يعني انا يسف في الكورة انا انا هديك حاجة في ناس كتيرة احنا عايشين من احنا يعني شوفنا الكورة المصريين اللي موجودين في اوروبا من زمان فزمان لما كان عندها لعب مصري كلهم لعبها كبيرة ولعبها كبيرة ولعبها احترام وتاريخ عظيم يلعب دور تمهيدي في دور ابطال اوروبا ده كان انجاز الانجازات انا فاك لو جاب جولف اي دوري اوروبي ده حاجة اعظم والله بص نعلق صوره احنا بجاتا بالنسبة لي كابتن هاني رامز طبعا فانك تدور على علاماتش الكابتن هاني رامز برا ده والله العظيم او صورة ده لا بس شرط عليه بكتوب حاجة بالانجليزي فاقي انت متخيير كانت الطلعة الكبيرة بالنسبة لنا والميدو توتن اهم وبعدنا عمر زاكي صح وغالي وشاو ايه يا جماعة ده الناس بتاعتنا براه براه شايفينهم في التنفيذيون عشان بيلعبوا ايوه عشان الزب النهاردة فلان الفلان لعب عشر ده في المرش زي ده الاول فيديوهات تنزل ليه قابل بقى بقى المتخب الأوليمبيو يظهر عجبان ده مصري هو ده الرجل ده من عندنا من هنا ده الرجل ده نعرفه صح فالنهاردة تخيل بقى كل ده بيتحول ان انت عندك محمد صلاح عندك لعب بينافس احنا بنزعل لما بيخدش بقى لندور افضل لعب في العالم اللي هو انت يعني انت حلمك انه كان يخش واحد من عندنا في قايمة مئة لعب والله انت حلمك انه كان يلعب قدام ريال مدريد وبرشلونة يعني اني ما جاب جون في برشلونة يعني في برشلونة لما زيدان جاب جون في ريال مدريد بالمناسبة كنا يعني بنجيب لسه بنحكي ونتحكي حتى هذه اللحظة ع رجول ابراهيم حسن في ريال مدريد حتى انسي اللحظة ده دي قصة تاني يعني لو فهم طلع كده خلق بقى محمد صلاح ان احنا نقولك ميسيو كريستانيو مين يا جواه ايه احنا وصلنا لمرحلة دي اه وصلنا لمرحلة دي عندنا العيب بينافس عالبريميال ليج بس العيب بياخد هدف دور انجليز فاحنا طلعنا فعلا برا الموضوع ده خلاص الموضوع طيب في بعض الناس قلتلك صلاح ما كانش مفوض يطلع بالتصريح اللي قاله انه يتمنى الى عبريال مدريد في نهاية دورة ابطال اوروبا قبل موجهة مانشستر سيتي انت رأي ايه ليه يعني ما يطلعش ليه ما يقولش ليه ما يعبرش ليه ما يحفز الزميل وليه بالمناسبة صلاح بيتعامل دلوقتي هو مش كابتل منتخب مصر بس هو احد كباتن ليفربول واسطورة من اساطير ليفربول دلوقتي يعني يعني هو ده الواقع الراجل دلوقتي راجل تعمله اغنية جماعة وصوره كل مكان في كل حتة فليه ليه ما يحفز زميله يعني ليه ما يحفز زميله ليه انا ما اقولش يا جماعة احنا عندنا حساب هنصفيه وانا معاكو وانا في ظهركو وانا بيكو احنا مش صدقين هو مصدق هو مصدق هو مصدق الحتة اللي هو فيها احنا لسه مش قادرين نستوع ايوه محمد صلاح طبعا دماغه وعقليته وتفكيره وطريقته واسلوبه مش محمد صلاح بتاع المقاولين ولا بازل ولا فارنتينا ولا روما ولا محمد في حتة مختلفة ماتش ليفربول هتشجع مين لأ ودي محتاجة كلام ليفربول طبعا نا انا كمعاية ديوف بيقول انا بحب ريل مدريد جدا وانا كمين جدا يعني بحبها جدا جدا ليفربول طبعا عشان صلاح طبعا بس دي نقطة مهمة كويه صراحة انت وقت لها لي كده انا زيك انا بحب ريل مدريد ده حب انا زيك انا بعشق ريل مدريد تمام بس نا عندنا لعيب مصر يا جماعة بيلعب نايا دورة بطالة اوروبا هشيري الكاس يعني فهم فخلاق يعني ريل مدريد الكارة مش مهم ياخدونه للموسيب عادي يعني بالضبط مش هتفرق بس في نفس الوقت في حالي تجدل في القصة دي يعني في ناس في مصر هنا بيحبوا ريل مديد قوي فيقولك لأ انا هشجع ريل مديد لو لاعب مين انا هشجع ريل مديد حتى لو صراح بيلعب وفي ناس تانية والناس دي بعض الناس تتعامل معيهم ان هم خ انين كده لمحمد الصراح ومش بوطنيين ون ناحية التانية ون ناحية التانية اللي هو احنا متشجع ريل مديد وحتشجع محمد صراح وتلاقيś حد يابا ييجي يقولك ايه انت يا عام مش منتامي كويس انت منتبه نص نص ما انا مش فارق برضو يا رمي يعني عارف انت اللي هو انا متربتش في حواري مدريد ولا يعني مولود في اسبانيا لا انا موضوع بالنسبة لي مش كده انا فارق بحبه طلعت عليه من ايام زي ما انت قلت كاسيا سيزار وبتحب تشوفه ورونالدو روبرتو كارلو لا فيه اسامي بقى عشان ما نعودش ننسى يعني الجيل اللي انت خلاك تحب ريال مدريد لكن انا بحب بحب بلدي جدا انا بالنسبة لي رقم واحد ورقم اتنين ورقم ثلاثة مصر منتخب مصر وده اللي فيه لعب بلبي استشارت منتخب مصر انا احببه انه هو ينجح بس ريال مدريد بقى برشلونة بنقعد نشجع مش عارف ليفربول هنا بتاع انا في الاخر احنا فيه صفحات عالمية على الفيسبوك يعني اتشيرت وظهرت بفضل بس ان محمد صراح راح فرونتينا ايه فرونتينا معي طب انت ممكن تعمل لايك لصفحة فرونتينا بسؤال بس يعني مسلا انت ممكن تعمل لايك لصفحة زي دي او انت ممكن تدور على مواتشات بازل تفرج عليك في الدور السويسي مسلا او تعمل لايك لصفحة بازل اه يعني النهاردة موجودين على الصفحات دي بفضل يعني هو عشان طبعا محمد صلاح واخد بالك وصفحات عدة الملايين عشان محمد صلاح بس موجود غير الكومنتات غير انت بتخلص تشوف كومنت صحيح لما كان بيبقى في لعب افريقي متقلق في الدوليات الاوروبية كنا بالنوح ده بتاعنا ايوه بالزبط دروكبا ده بتاعنا جماعة سامو الاتو ده بتاعنا فين طب عشان لعب افريقي يعني معنا في الكرة بيتقلق وبيكسر وده بيأكد كلامك لما الكلام جيه على ان البطولة افريقي ما تتلعبش يعني انت حميتك خدتك انا يا جماعة لا انا من الكرة دي لقى البطولة تتلعب دي زيها زي بطولة امم اوروبا زي البطولات دي انا هو ده يعني هو ده اللي بيخليت رجبة اتو اي حد بيظهر لها جماعة الرجل ده هقولك على حاجة هو الناس فيعمل مع سادي واني ازاي بتحبوا جدا على فكرة طبعا والمطش الاولاني هنا الناس تقبلته وسقفت له لا بيحبوه اما ما عندهمش اختلاف مجرد بس انه راجل ينتمي للكرة الافريقي فاحنا عاطفيين لا او احنا بنحب واخنا معندناش والحتة اللي هي اللي فيها الغل والمساح ايه راجف في الجيم اللي حصل بتاع انه صحافة العالم او بعضه كانت لنباية العالمية او حتى الاكاون بتاع الشامس دي جي الرسمي بدأوا مركيته الفكرة انه سادي واني هو اللي هينفس كريم بنزيم على اجازة افضل اللي هي في العالم السنادي هو ايه المشكلة يعني فاهم عندنا يعني برضو ما عندناش مشكلة في ده ما هم ما عندناش مشكلة مع سادي واني بس حجم اللي عمله صلاح السنادي على المستوى الفردي هم حاسبينها انه هو وصل ببطولة امم افريقيا وابلاده لقب الاول وده دي حاجة برضو كبيرة جدا جدا وانه هو يصعد كاس العالم برضو دي حاجة مش هنقدر نخفلها لكن احنا نحب ان صلاح يكون موجود برضو لكن لو سادي وموانيه موجود احنا برضو ده منطق يا كريم لاني خد بالك انت بتتكلم صلاح موجود فين في ليفربول معا هيلعب نهي افريقيا الكاس الدولي طب ما لو صلاح حقق دول بالتبعية هيتضفه في رصيد مين مستوى المان ايه بس هده في الدول الانجليزي وافضل لعب بيعمل اسستة في الدول الانجليزي تمام تمام دي يعوض الحتة التانية بتاعة نهي ايه بتاعة طلط الامم والكاس العالم بالضبط فهي الموضوع لا هيبقى ممكن يبقى فيه تساويل نوع عنده ارقام على المستوى الفردي لا ارقام عدية كل الناس دي فيه لعيب تاه في النص بمناسبة تاعتنا دايما او توقعاتنا دلوقتي بقيت صلاحه بس يعني صلاح عشان هو اللي بينافس انني انني فايق قوي اربع نشاط انتصارات متتالية واستهام واخر المبرأة والمفاوضات بتفتح معالي انه فعلا يستهل انني محتاج مدرب وده كلام في الناس كلها عارفة في كورا انك تحتوي نفسيا لانه هو فنيا واصل في حتة كويسة لكن تقدر توظفه بازاي وتستفيد منه ازاي وادعامه نفسيا ازاي ده اللي مهم جدا فتاخد منه المردود ده فالنني يعني عارف انت محقق بيجي لك كده فبيجيله في التوقيت المناسب يعني كل فترة خلاص نني ماشي من ارسنال فييجي بفترة الاعداد فيكسر الدنيا فيلعب فيقعد فوالله ده ماشي اخر الموسم فيكسر الدنيا فيبدأوا معالي مفاوضات مرتين انت عارف انني ده كسة برضو حكاية انا عارف عارف فيه العيبة كده اتهت في نص محمد صلاح يعني انت عايف لو محمد صلاح وكانش موجود ما كانش في الجيل ده وبيكسر الدنيا في اوروبا وبتقفى بالنسبة لك الانني ده كان هيبقى عظم نعيف في الكون طبعا رجل بلعب في ناني من اعرق الانجليزي وتقفى كهت الناس تعابلت مع محمد الناس كهتت عاملت مع محمد دنيا عظم نعيف في الكون بس محمد النني بس ده موجود في الكورة اه طبعا الاثنائيات دي موجودة من قديم الازر مية في المية يعني يا حزم مامو عب سطار صبريف هتلاقي ايه في حد نجمه بيبقى عالي شوية برابا عليك في واحد بياخد من التالي بركات موجود بس مش واخد نفس المسيح يعني صح في لعيبة كتير جدا جدا جد صح سواء محليا او 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 عالميا او افريقيا ما بتبقى ايش وقت في دايما حد ايه عارف تبقى في دايما نجمه ميسي وكريستيانو وبعدين صلاح علع عكل عارف انت علع العالم صلاح في مصر بس انت لو حسبتها كمان عالميا ميسي وكريستيانو نقول داسه على اجيال 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 لو ميسي وكريستيانو مش موجودين كان فيه كم لعب افضل لعب في العالم هتفذكره بعد شوية وفيه بالك ايوة ناس طارق يا جماعة وفيه ناس كده عملت حاجات بس انت فيه اسامي هي بعرف بتبقى مسوقة نفسها وبتبقى هي الكبول عالي جدا جدا عند الناس خاتت الكحكة الوحدها بالظبط هو كلاسكو الارض كان كلاسكو الارض ليه ميسي وكريستيانو بقى كلاسكو الارض اللوقتي ارهات شعدي جدا مش عالي يعني يعني مش بقى مانشستر سيتي وليفربول بس اهو شوف واخد بالك عشان كم النجوم واللعيبة اللي موجودة ايه رأيك في قصة هلند اللي راح مانشستر سيتي هم يعني بص هم بيحققوا كل احلام جور دير يعني احلام واحنا معاك بس حالي كان عامل كوميك قالك ايه اللي حوله البيت لو هو بيعايت وزعلانه بتاع فاجابوله هلند هداية ايو عارف انت بحقول كل احلامه يعني هو متزعلش كود هلند اعتقد مكسب كبير جدا 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 وصفقة قوية جدا 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 اه يعني هو برضو نفس كوميك قالك يا جبنانك هلند ده شوف بقى تطلع من موسيبك جاي من بطول الدور يا ابطال اوروب صلاح انت شرفت ونوار انا ومسوط الله اللي حافت احنا مع بعض احوارك كتير في حاجات كتير يا اوش يلا بكون خفاف بس على الناس لا زي الامر زي الفل شرفت ونوارت نروح مالف لابشو يلوح مالف لابشو طبا حبيبي بعد الفاصل هنستقبل واحد من اعظم المحترفين اللي جمب في الكرة المصرية واحد من اللاعبين الكبار جدا في تاريخ الكرة المصرية واحد من افضل المهاجمين على اطلاق صاحب رأس زهبية يمكن ما جاتش رأس واحد بيلعب كرات رأسية زي النجم الانجولي الكبير امادو بلابيو نجم النادي الاهلي الاصبك هيكون معنا بعد هذا الفاصل خليكم معنا يا اعلم بحراركم حلقة جديدة من رقم 10 والنهاردة نجم كبير جدا في تاريخ النادي الاهلي واحد من افضل المهاجمين الاجانب اللي مروا في تاريخ النادي الاهلي ان لم يكن ابرزهم على الاطلاق صاحب رأس زهبية واحد من افضل ان لم يكن الافضل من يسدد الكرات برأسه في تاريخ الكرة المصرية تحديدا من المهاجمين الاجانب في هذه الكرة المصرية العريقة اسم كبير اسم تاريخي نتشرف جدا بتواجده معنا هو الاسم الابرز في منتخب بلاده المنتخب الانجولي صاحب هدف في كأس العالم صاحب اهداف كثيرة في كأس الوامر الافريقية صاحب اهداف رائعة وتاريخية مع الاهلي في دورة ابطال افريقيا وفي كأس العالم للاندية المهاجم الانجولي اماضو بلافيو مشرفني ومنورني سعيد جدا بتواجدك معي شكرا طبعا دايما بيبقى شرف كبير لي اني اكون هنا في القاهرة وطبعا انا مبسوط جدا بوجودي هنا معكم احنا لما قلنا النهاردة انك هتبقى موجود معنا موجود على التلفزيون المصري موجود وسط الشعب المصري موجود وسط جمهيل النادي الاهلي سعادة بالغة بتواجدك معنا انت اسم تركت ذكريات سعيدة وعظيمة مع جمهيل النادي الاهلي عظيم طبعا انا عارف ان انا مرحب بيا هنا في مصر وطبعا انا مبسوط جدا بتواجدك هنا في القاهرة بقى لحوالي سنتين ما جدش هنا مصر وطبعا ده شيء يشرفني ان انا اكون هنا في القاهرة بس انت على تواصل مع جمهيل مصرية وتواصل مع لعبين سابقين لعب ومعاك انا عارف ده كويس وانت بتتكلم مع لعبين سابقين وعارف ان الجمهيل المصرية دايما تتواصل معك تحديدا على السوشيال ميديا طبعا انا بتتكلم مع بتواصل مع لعب كتير من الزمان حتى البعاد حتى القريبين بنتكلم طبعا مع جمعة كابتن جمعة كابتن شيدوس الرياضيين والعب من اللي احنا دايما بنتكلم كتير على الموقع التواصل الاجتماعي وطبعا كابتن شوقي طبعا الحياة بالحياة المدربين ما بتخلناش دايما نبقى عندنا وقت ان احنا نتكلم دايما لان احنا دايما بنبقى مشغولين بس طبعا احنا عملنا احنا طبعا اصدقاء جدا وما بيننا علاقة قوية جدا ماذا عن مانويل جوزي مانويل جوزي هو الشخص الاكثر وسوقا في امكانياتك يمكن على مر التاريخ طبعا هو جزء من عوامل نجاحي من القصل انه هو ثقفية جدا حوالي ثلاث سنين او اربع سنين وهو قبل ما جي هنا وهو كان بيتكلم معاي وطبعا وكابتن جيلبرتو كان هنا وما قدرناش نوصل بس طبعا بعد كده في الفين وخمسة تكلموا تاني وكلمنا بسرعة جدا مع بيترو اتلاتيكو ورجعت ووصلت لمصر علشان العب طبعا كانت اول مرحلة ليا كانت عادية جدا كنت طبعا بعمل اجوان او كنت بشوط على جون دايما ووصلت هنا عملت دايما ماتشات كويسة جدا حاولت دايما ان انا ابقى موجود في الملعب بشكل كويس دايما كنت بحاول ان انا اوصل للالقاب الكتيرة بس طبعا الماتشات كان صعب ان انا اوصل للمستوى دا في اول ما وصلت بس طبعا الحمدلله وصلت للمستوى دا عادة يضرب بيك المثل في اي لاعب نحتاج ان احنا نصبر عليه يعني يقولك اصبر على اللاعب الفلاني زي ما صبرته على بلابيو بلابيو لما صبرنا عليه قدم اداء ممتاز وسجل اهدافه كان هداف الدولة بقى يضرب بيك المثل دايما يضرب بيك المثل في الصبر على اللاعب انت لما جيت النادي الاهلي في 2005 كان حصل انكسار في السكة بينك وبين جماهير النادي الاهلي لاحظت دا في المدرجات وانت كنت موجود وقت ما كان الجماهير موجودة في الملعب اكيد لاحظت دا في المدرجات احكي لي وقتها اشعورك كان عامل ازاي والجماهير كان بتبقاش راضية عنك اظن طبعا ان انهما ما كنوش دايما مبسوطين من اللاعب لان الكورا ما كانش دايما بتدخل في القون ما كنتش قادر تمان اعمل القون بس كوتش جوزيق قال كنا مع بعض على التلفزيون وسأل وواحد من الربورترز واحد من الصحفيين سأل كوتش جوزيق قالوا اي اللي حصل لفلافيو كابتن جوزيق هو اللي سأل الصحفي فالصحفي ما عارفش يرد على كابتن جوزيق ما عارفش يرد على يقوله ايه بس فجأة اللي جوان بدأت تدخل وبدأ فلافيو وسجل اللي جوان عادي جدا انا دايما كنت عقليا ونفسيا قوي جدا لان دايما كان لازم اعدي كل الانتقادات وطبعا عدم فاهم اللغة العربية طبعا كانت بتساعدني جدا لان انا ما كنتش متابعة دايما الانتقادات كلها فطبعا دا ساعدني ان انا اعدي اللحظة تدية وطبعا دا وتمهزش من عزمتي وفي الاخر في اخر من الفين وخمسة الالفين وستة كابتن مانويل جوزيق قال لي بالراحة جدا هنروح على كأس العالم فالفين وستة رحنا على كأس العالم والسنة اللي بعدها هترجع تاني على النادي الاهلي علشان احنا وصقين فيه جدا وطبعا في الفين وستة عام مرجعت اول مرجعت بداية الاجوانت تظهر ولازم طبعا اللعيب يكون قوي جدا عقليا وزهنيا السنة داية السنة داية انا طبعا قدرت اغير من قدرت اغير من ان الكورة ما كانتش بتدخل اللجوان بس طبعا انا قدرت اشتغل على نفسي علشان اللجوان تقدر تيجي اسرع واسرع طيب اكيد قبل ما اخد المداخلة انا معايا مداخلة مهمة جدا مع واحد من اصدقائك انت ذكرت اسمائهم دلوقتي بس قبل ما اخد المداخلة دي عشان اقفل الجزئية دي اكيد في لحظة من اللحظات انت حسيت فيها باليأس او بان اقدام السكة انت حس ان الكورة مش متوعاك الكورة ما بتدخلش المرمى فحسيت فيها باليألة سكة فقلت لأ انا كده واضح ان الدنيا مقفولة معايا مع النادي الاهلي هل فكرت في لحظة انك ترحى عن النادي الاهلي انك تطلب رحيلك عن النادي الاهلي اقدام الكورة مش متوعاك مع النادي الاهلي اي لحظة تيأس مش اقول ان انا فكرت في اي لحظة من اللحظات ان انا اخرج من النادي الاهلي ان انا دايما كنت تواصل في حتى اللعبة اللي جنبي على الملعب انا كنت تواصل جدا فيهم احنا ما كناش عارفين انا ما كنش عارف انا اقدر اعمل ايه بس ساعتها ما كانتش ما كانتش الكورة بتجري معايا دايما بس طبعا طبعا انا دايما كنت تواصل في نفسي جدا كنت تواصل في اللعبة اللي جنبي وكنت دايما بقول ان دايما الوقت هو اللي هيغير كل حاجة ودايما الوقت هو اللي هيخلي او اللعب الكويس هو اللي دايما هيخلي اللي اللي جوان تدخل وأول ما اللي جوان تدخل على طول هلاق إن شاء الله إن اللعب كان كويس جدا وأنا عمري ما فكرت إن أنا أسيب نادي الأهلي وأرجع على أنجولان إن ده عمره مكان في دماغي ساعده معايا دلوقتي على الهاتف صديق عزيز ليك ذكرت اسمه دلوقتي هو النجم الكبير واحد من أهم وأبرز نجوم النادي الأهلي الكابتن الكبير كابتن وائل رياض شيتوس يا كابتن وائل صباح الفل مشرف ومنور ذكري يا عملي أخبارك إيه مشرفني ومنور الله الحمد لله سلام كنت بسأله على أصدقائك في النادي الآن والناس اللي بتتواصل معهم حتى الآن فقال لي وائل رياض شيتوس بتواصل معي شيتوس شيتوس طيب ولسه مكشر ولا بيين حكا بحاول معامل بدري يعني بحاول بس هو يعني فاكك شوية النهار ده فاكك فاكك وانت واضح إن انت دخلت خليته يضحك أكتر كمان خليك معايا كابتن وائل لحد أخير الحلقة لو سمعت طيب قل له بس قل له بس قل له فاكك شيتوس لما كان بيقل الطرق السعيد هيدحك على طول بص هتلاقي داحك بالوقت على طول أول ما بترجم الترجم له هيدحك طيب فاكك كان بيعليده ازاي ايوة طبعا كان دايما بكتفه الأعلى وكان دايما شيتوس كان دايما بيهزر مع كابتن طارق بطر طيب أنا دلوقتي كريم أنا عايز أرحب بفلافيو طبعا حبيب نكب كبير جدا ونعب كبير قوي وأنا تشرفت إن أنا تزاملت معاه في النادي الأهلي ويمكن فلافيو أنا سامع الحوار بتاعك بس عايز أقول لك على حاجة مهمة جدا فضل إن في السنة اللي هي تعتبر السنة كبيسة بالنسبة لفلافيو ما كانش يبحث فيها أهداف خالص وكان متقلق جدا في التمرينات يعني هكنا نستغرب نستغرب في التمرين كان بيجيب جوان من كل حتة وبيعمل كل حاجة في الكورة فلافيو من الفلاو ده اللي 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 لعبت معهم يا كريم اللي حريف ولعيب وبيعرف يجيب جوان بدماغه وبرجله وبطرق كتيرة جدا وتحرفاته طبعا رهيبة فإحنا ما كناش يعني كنا مستغربين إن فيه سوق توفيق إنما كنا عارفين إنه هو لعب كبير يعني ما كانش عندنا أدنى شك يعني طبعا الجمهور ما بيتفرجش على التمرين الجمهور ليه التسعين ديها اللي بتبع في المباراة إنما إحنا كلعيبة زميلنا في الملعب في التمرين فإحنا شايفين تقلق غير طبيع حسألك سؤال في الجزائي دي جزائية لعيب كورة بقى إنت اللقاءة الراجل موجود في الملعب مع فلافيو إنت وإنت حاس إنت بتديله كورة بتديله سروب بتديله عرضية لا لا فلافيو مشيبة جول فمش هتدق يعني فكرة إن إنت كلاعب ده في المباراة ولا في التمرين في المباراة ثقتك بتبدأ تقل في المهاجم اللي جنبك يعني تبقى لا وده بتحصل يعني من اللعبين يقول لك لا لو دهالهم ممكن ما عافش يتصرف فتديها لحد تاني دي حصلت حصلت من لعيب النادي الأهلي لا 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 سكة قلت ما حصلتش لسبب يعني الواقع بيقول غير كده الكلام دهوت لو ما جالوش فرص إنما وجات له فرص جات له فرص من تحت الفرص من زميله فكان وقل الرياض بيعمل له كان أبو تريكا بيعمل له كان بركات بيعمل له كان أماد بتعت بيعمل كل اللعيبة اللي لعبت في المرحلة دي اللي هم البلايميكرز اللي بقدروا لهم يصنعوا لعب خلقوا له فرص إنما هو ما كانش موفق في السنة الأولى إنما أنا بتكلمت بقعة في التمرين لما كان بيعمل له نفس الفرص كان بيحرز وبيحرز بشكل ممتع ففلافيو ما إحنا ما كناش ألقانين وكمنوا الجزء مش ألقان خالص إنما هو سوء التوفيق لازموا إنما بعدها فتحت بشكل كثير أنا أفتكر بوقف والله يعني أبو تريكا قبل نهاية الموسم اللي فلافيو ما كانش موفق فيه أبو تريكا قال لي أبو تريكا دا يعني فب يعني أفتح بس يجب جنين تلاتة إنما يبقى هداف الدوري الطوب سكورر قال لي والله يبقى هداف الدوري وقد كان كان هداف الدوري وقد كان هداف الدوري حسنع اللي بعدها على فوق صح موسمين موسمين مع النادي لك طيب لحظة لازموا تفتكر إيه بقى ليه شيتوس معاك تفتكره إيه ذكرياتك معاه في قط اللبس وفي الملعب شيتوس واحد من النجوم الكبار في تاريخ النادي الأهلي طبعا كان دايما نحن نفهم بعض كويس جدا دايما كنا نهزر مع بعض كتير جدا والدعابة كانت دايما روح الدعابة كانت دايما كويسة دايما كان عنده الطريقة الحلوة أنه هو يهزر ويقلد بعض اللعيبة كانت طريقة جميلة جدا وكانت مضحكة جدا فكنا دايما كان عندنا طبعا صداقة قوية جدا أنا فاكر جدا أول جون مع الأهلي كان جون مهم هو كان قاعد على دكتور بدلاء بس هو أول ما جايب جون أنا شفته كان مبسوط جدا وهو كان بيشوري أنه هو مبسوط جدا لأني كنت جبت الجون بدماغي بالهد بس هو كان مبسوط جدا ودي حاجة أنا شفت أن اللعيبة كلهم كانوا مبسوطين جدا أنا جابت الجون ده وأنا شفت أنهما كانوا مبسوطين جدا وشفت أنهما كانوا مستنيين أن يأجيب جون وكابتن شيطوس كان على دكتور بدلاء يومها وأنا شفت في عينه الفرحة وشفت في عينه أنه هو كان مبسوط جدا أنه أنا جابت الجون اليوم ده النجم الكبير رائع محترم ومهزب الكابتن الكبير كابتن وايل رياض شيطوس أنا بشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في هذه الحلقة مع النجم الكبير أمادو بلابيو شكرا جزيلا كابتن وايل طيب هكمل معاك عدينا المرحلة الصعبة السنة الأولى الصعبة جدا على بلابيو الصعبة جدا على جميل النادي الأهلي والصعبة جدا على عيبي النادي الأهلي وجهزهم الفني خاصة أن الجميع كان يصق فيك إيه هي المباراة اللي حسيت أنه يعني أنا هفتكر المباراة كانت أمام المقولون العرب المباراة دي أنت وصلت فيها للجون في السنة الأولى وصلت فيها للجون كتير جدا وسنحت ليك فرص سهلة جدا انا ساعتها قلت لا الكرة مش متوعف لا فيه ومفيش فايدة مش هيسجل خلاص يعني مهما نحاول مش هيسجل عشان المطش ده تحديدا انت وصل لك فرص كتير فاكر المباراة دي انا مش فاكر كويس جدا المطش ده بس فاكر ان المقاولين ان هي كانت واحد من المطشات اللي كانت صعبة اللي انا ما جبتش فيها جوان بس انا فاكر جدا ان ده كان في اول سنة ما كنتش جبت جوان تماما في المقاولين بس السنة اللي بعدها واحد من الفرق ان انا جبت فيومي جوان كتير وطبعا كان وطبعا انا رجعت ااخد الثقاف نفسي لما الكورة كانت بيجيلي واوصل للجون بس طبعا انا دايما كنت بحاول اعمل كل اللي علي وعلشان اوصل للجون وعلشان اشوت جوه الجون وانا ما كنتش متخيل او ما كنتش عارف ليه الكورة ما كانتش بتدخل الجون بس اول ما الدنيا بدأت تفتح والكورة بدأت تدخل الجون الحمدلله الدنيا بدأت تبقى لما وصلت انك تسدت ضربة جزاء ودي ممكن اللي كان فيها زعى الكبير من جميع النادي الاهلي ضربة جزاء قدام نادي الزمالك في نصف نهاية دورة ابطال افريقيا وضعت منك ضربة الجزاء كمان انا بس انا متخيل احساسك بالحظ العسر انه حتى كل الفرص المتاحة اللي ممكن تبقى سهلة للتسجيل كانت بتدع منك رغم ان انت بعد كده اثبت 100% ان انت مهاجم كبير جدا ومنطراز رفيع طبعا ده عادي هي نفس الحكاية مع نادي تاني اللي كان المقاولين لما كان فيه بانالتي برضو وكابتن مانويل جوزي كان عايزني انا اشوت البانالتي لان انا كنت محتاج ان انا اجيب اجوان وبردو البانالتي ما دخلتش وده كان حاجة من الحاجات اللي كانت بتدايق العيب وطبعا كانت الناس كانت دايما بتشوف ان دي حاجة وحشة وانا كنت نفسي بشوف ان دي حاجة وحشة جدا البانالتي ما دخلتش بس طبعا السنين بعد كده السنين اللي بعد كده كانت سنين كويسة جدا كان فيه دربي قوي جدا ضد الزمالك وكان مطش من المطشط الحلوة جدا هذه كانت السنة الكبيسة في تاريخ فيلافيو مع النادي الاهلي سنين بعد كده كتيرا كانت رائعة وعظيمة مع النادي الاهلي هتكلم فيها مع فيلافيو بعد هذا الفاصل خليكم معنا يهلا بحقاكم مرة أخرى سب شرفني وبنوارني النجم الكبير أمادو بلايبيو مهاجم النادي الاهلي الأسبق طيب بعد السنة الأولى صعبة جدا مريت بسنين كتيرة عظيمة في السنين الكتيرة العظيمة تلات سنين مع النادي الاهلي متتالية بطولات بالجملة انت أفاكر عدد بطولاتك مع النادي الاهلي ولا نسيهم الأول حوالي 15 أو 13 18 بطولة يلا أكتر كمان 18 بطولة مع النادي الاهلي في فترة قصيرة جدا ايه أبرز بطولة فاكرها مع النادي الاهلي ايه أغلب طولة ليك مع النادي الاهلي ما تنسهاش أظن 2006 كانت من أحسن البطولات هي أحسن لحظات في 2006 للنادي الاهلي ولية احنا وصلنا لنهائي كانت صعبة شوية لأن احنا جبنا الجون في آخر دقائق من المتش وأظن كانت السنة الثالث في كأس العالم الأندية كانت سنة عظيمة وصلت أن يكون الأحسن أحسن المسجلين للأجوان في الدوري المصري هي دي أظن أن دي أحسن سنة ليا مع الأهلي في مصر رغم كده أنت سجلت هدف حاسم في 2009 خد بي النقدي الأهلي الدوري الممتاز من الإسماعيل لو تفتكر تصورت أنك هتتحدث عن هذا الهدف وهذه البطولة لا بس كانت أنا دايما كنت دايما من العيبة اللي دايما بحس أن هي طبعا 2009 كانت سنة من السنين الصعبة بس ما ظنش أن دي كانت أفضل سنة ليا كانت 2009 اللي كانت أفضل بالنسبة لي اللي كانت بالنسبة لي أن أنا ظهرت مع الأهلي وبدأت أعمل أجوان وبدأت أصاوب وهي السنة اللي أنا ساعدت أكتر ساعدت أكتر الأهلي أننا نكسب بطولات أكتر أنت الآن مدرب وعندك مهاجمين في فريقك لما بيجي لك مهاجم وجي يتعلمه يلعب ضربات الرأس إحنا بنتكلم مع واحد من أفضل مسدتك قراب ضربات الرأس يمكن في تاريخ الكارة الأفريقية إيه هي التفاصيل إيه هي المهارات اللي اللعب المفروض يعملها أنت كنت بتسجل برأسك من أي مكان في الملعب من أي زاوية من أي position ممكن بتقول له إيه إن بالنسبة لي ما كانتش حاجة صعبة بس طبعاً أنا مش طويل جداً علشان أعمل جون برأسي بس طبعاً مش لازم إن اللعيب يكون طويل جداً علشان يعمل جون برأسي بس طبعاً هو لازم اللعيب يعرف اللعيبة اللي معاه وزميله اللي على الملعب مكانه في الملعب عامل إزاي لما حد هيرفع له عرضية إزاي هيرفعه له فين فأني مكان بالضبط في الملعب لازم يعرف كوي المكان اللي هيوصل للكورة فيه لازم يعرف المكان أو اللعيب إكس هيشوت الكورة لأنهي مكان في الملعب وطبعاً لازم يكون فيه سرعة في الأداء لازم يكون فيه سرعة للوصل للكورة ما ينفعش نطلع قبل الكورة ما ينفعش نطلع بعد الكورة أظن إن هو ده كل حاجة كم مرة سمعت زميلك وشريكك في خط هجوم النادي لقال إعماد متعب يتحدث عن الضربات الرأسية وإزاي تتلعب بنفس الكوة في نفس الزاوية اللي جاية منها الكورة وقال إن منو جوزيت كان دايماً يعلمكم بشكل كويس جداً ضربات الرأسي دي وإزاي تتعاملوا معها دي طبعاً كانت واحد من الأسرار الكبيرة من كابتن منو جوزيت كان أسامة حسني وكابتن متعب ناس كانوا لعيبة من اللعيبة الكبار إن هم بيعرفوا يلعبوا جداً على ضربات الرأس كانوا بيلعبوا كتير جداً ضربات الرأس اتمرنا كتير جداً على ضربات الرأسية إزاي نلعب من الضربات الهوائية وطبعاً في المنتخب الأنجولي دايماً كنا بنلعب على الكورة الرأسية كتير وطبعاً دايماً لما المدرب بيلعب بيدرب اللعيبة على الدربات الرأسية أو بيدرب اللعيبة على المهارات دي طبعاً المدرب بيبقى عليه عامل كبير جداً عظيم جداً هنستجمل فيما يخص مبارياتك التاريخية والكبيرة في كلاسيكيات الكرة المصرية وأبرزها طبعاً الكلاسيكو الكبير أو الدربي الكبير بين الأهلي والزمالك ما تذكر في هذه المباريات اللي كانت دائماً كبيرة وحاسمة وتتقلق فيها طبعاً الزكريات الجميلة هي طبعاً زكريات الأجوان بس أفضلهم كانت في 2006 كان دربي كان يوم 30 كان يوم عيد ميلادي إن أنا جبت جنين في الزمالك وكسبنا اتنين واحد هادي كانت واحدة من الأفضل الزكريات اللي أنا أفتكرها ضد الزمالك مين كان المدافع؟ في نادي الزمالك أو في الكرة المصرية بشكل عام كان دائماً بيبقى صعب عليك كان دائماً بيتعيبك ويديئك أنت بمحتاج تعمل إفورت أو مجهود زيادة عشان تقدر تتعامل مع قوته ومهارته في الدفاع صعب جداً أنا أفتكر للأسامي دلوقتي بس أظن في الزمالك كان فيه دائماً لعيبة قوية جداً كانوا دائماً بيحولوا إنهم ما يخلونيش أجيب جون بس مش فاكر بالزبط الأسامي بس فاكر إن فيه واحد من المتشاط إن احنا كسبنا واحد سفر أنا جبت جون كان من عرضية من كابتن جيلبرتو كان الجون حارس المرمى بتاع الزمالك دائق جداً وكان بيحاول إن أنا ما جيبش الجون بس مش فاكر كويس جداً اسم اللعيب بس الزمالك كان دائماً عندهم لعيبة كويسة جداً كان عندهم كابتن سيد كان لعيب في المنتخب المصري لفترة كبيرة كان بيلعب في الإسماعيلي وكان عندهم كابتن طاري السعيد واحد من خطوط الوسط الكويسة جداً من أفضل خطوط اللعيبة ما كانش لعيب ما كانش لعيب صعب ما كانش لعيب دموي أو ما كانش لعيب من اللعيبة عنيفة بس كان من اللعيبة الأقوية دايماً طيب مانو الجوزيكن بيقول لكم ايه في المباريات دي مباريات الدرب الوقت ده اللي انت كنت موجود فيه كان في تفوق ملحوظ لنادي الأهلي على الزمالك وقتها عكس يعني السنين اللي فاتت أو السنين اللي قبلها أو اللي بعدها كان دايماً في نداية فيه أهلي وزمالك أهلي يكسب ظمالك يكسب لكن لكن الفترة دي كان فيه تفوق للنادي كان بيقول لكم ايه من هو الجزء قبل هذه المباريات على الشان بكلنا بنتكلم عن الدربي كانت هي ماتشاة الدربي بماتشاة من الماتشاة المهمة جدا ان احنا لكل اللعيب انهم يلعبوها بس طبعا الزمالك كان دايما عندهم لعيبة كويسة جدا كان عندهم الكابتن كان فيه لعيبة وانا كنت بحبه جدا مع الزمالك الفرقة كلها بتاعة الزمالك كانت قوية كابتن شكابالا كان فيه كابتن جمال حمزة كمان كان واحد من افضل اللعيبة اللي انا كنت بحب اتفرج عليهم بس طبعا الاهلي كان في هذه المرحلة كان واحد من افضل النوادي في القارة وكنا دايما بنلعب في الماتشاة بقوة جدا مش مسألة ان النادي زمالك كان مش ما كانش اسوأ او كان مش افضل من الاهلي بس اللي انا هقوله ان ماتشاة الدربي كل اللعيبة دايما عايزين يلعبوا في ماتشاة الدربي في الماتش دوت لان الماتش دوت فيه دايما مساحات كبيرة للعب دايما بيبقى فيه خبرات اكتر للعيبة لان الفرقتين دايما بيبقوا عايزين يهجموا كتير ما بيبقاش فيه مكان مغلق دايما بيبقى مكان مغلق في الملعب دايما الناس كان بتحب تلعب كان دايما كابتن مانوار جوسيك كان دايما بيطلب مننا وكان بيقول ان احنا لازم نفضل زي ما احنا نلعب لعب جويس نلعب نعمل احسن ما عندنا في الماتشاة علشان نجيب احسن حاجة في الماتشاة لو سألتك على التشكيلة الافضل للنادي الاهلي اللي عبت جنبها لو قلتلك قولي عشر لعبين على مدار السنوات اللي عبت فيها مع النادي الاهلي عشر لعبين شايفهم التشكيلة الامسل بجوارك في الملعب من حارس المرمى حتى خط الهجوم اختبار زاكرة انا كنت بحب جدا لعب مع كابتن وسامر لان دايما لما كنت بلعب معي كنت دايما بيجيب جوان كتير لان احنا كنا دايما بنلعب لعب جماعي اكثر من لعب فردي فطبعا صعب جدا انا اتكلم على واحد او اتنين بس الاربع لعبها دول في الهجوم بتاع النادي الاهلي كانوا هم من افضل واهم الملعبين اللي كانوا بيلعبوا معي طب لو قلتلك قولي اسم او اسمين من نادي الزمالي وقت ما كنت بتلعب كنت تحب انه يلعب جنبك في تشكيلة النادي الاهلي كنت احب جدا اني العب مع الكابتانو الشيكابالا والشيكابالا طبعا واحد من اللاعب الكبار وطبعا واحد ثاني من اللاعب لو كنت لعبت معي كنت ممكن اجيب ايجوان كتير وكان طبعا الكابتانو كان رقم ستة كان كابتن طريق سعيد هو رقم ستة كان حد في وسط الملعب ملعب الحميد كابتن نعم مش تام لا حزيم مش حزيماما 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 الستة 14 بقى حزيماما كان واحد من اللاعب الكبار جدا اللي انا احب ان انا لعب معه وطبعا وطبعا كنت احب ان انا لعب معه وطبعا طبعا كابتان شيكابالا لان لو كنت لعبت معه كابتان شيكابالا كنت اجيب ايجوان كتير جدا لان هو واحد من اللاعب اللي كان بيعمل اسست كتير جدا وكان وكان كان لعيب كويس جدا لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا مع امادو بلابيو في الجزء الثاني من هذا اللقاء بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله موسيقى 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 تتذكر معايا نجوم واسماء كبيرة لعبت بجوارك وتعرفهم جيدا ونبدأ بالصورة الاولى موسيقى انجيبيرتو انجيبيرتو ماذا تذكر عن انجيبيرتو صنع عليك العديد من الاهداف مسلت معايا اسنائية عبقرايا في تاريخ النادي الاهدي انجيبيرتو هو صديق من زمان جدا صديق من قبل ما نلعب في الاهلي لعبنا مع بعض كتير جدا في انجولا في بيترو أتلاتيكو وفي المنتخب الأنجولي فطبعا واحد من اللعيبة واحد من الأصدقاء اللي حضور كبير جدا في حياتي في بيترو في نادي بيترو في نادي الأهلي وفي المنتخب طبعا طبعا عايس ألك سؤال مهم جدا إيه هو السر الأهداف يعني جيلبرتو لما كان بيرفع كورة كان دايما في لافيو بيستقبلها هل كنتم تتضرواوا مع بعض تدريب خاص حجم التفاهم الواضح جدا بينكو ده جي منين تدريبات خاصة مسا بينكو التلاتنين تبقوا عارفين بعض تكلموا مع بعض قبل المباريات دي حاجة بدأت من أنجولا لأن احنا لعبنا مع بعض ساعة سنتين قبل ما جي مصر وكان كابتن كافلكنتي كان كوتش كافلكنتي كان بيمرننا كتير جدا كان بيمرننا كتير على العرضيات وطبعا ده اللي أنا قلته قبل كده ده اللي أنا قلته قبل كده أنه لازم اللعيب يعرف اللعيب اللي معاه يعرف إمتى هيشوت الكورة يعرف هيشوت الكورة لفين لازم نبقى أصدقاء كويس جدا لازم نبقى عارفين الكورة هتتشاط من امتى هتتشاط لحد فين هنطلع ازاي لان دي حاجة طبعا على حاجة ترجع للتمرين وطبعا ترجع ان احنا نعرف الكورة بتاعة اللعيب اللي معانا في الملعب هتبقى عاملة ازاي وهتظهر فين طيب شوف السرلة بعد كده والجومة صديق كبير جدا واحد من اعظم الاصدقاء اللي لحد الوقت واحد من الاشخاص اللي دايما ساعدني كتير تكلمنا كتير لما بنقدر دايما بنتكلم دايما هو بيتصل بي دايما انا بيتصل بي دايما بنتكلم على مواقع انا متواصل الاجتماعي انا مبسوك جدا ان هو كان موجود في المنتخب للأسف هما ما مقدروش يوصلوا للكاس العالم بس انا اعرف انه هو عنده عنده حاجة كتير جدا ان هو يقدر يقدمها للمنتخب المصري شوف السورة اللي بعد كده العام ده عمان متعب متعب هو اخويا في الملعب دايما كنا بنعمل ازدواج عظيم في النادي كنا احنا اصدقاء كويسين جدا بكلم معاه بس طبعا كل ما بنشوف بعض دايما عندنا كيميا كويسة جدا ما بينا وما بين بعض شخص كويس جدا واحد من الاشخاص اللي انا دايما بحترموا هو طبعا بيحترمني جدا شوف السؤال بعد كده محمد براكات 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 هو اللعيب ان كل المدربين يبقوا مبسوطين جدا ان هو يبقى معاهم في النادي بتاعهم واحد من اللعيبة اللي دايما كانوا بيشجعوا اللعيبة في غرفة اللبس دايما هو اللعيب من اللعيبة الأقوية جدا عنده قلب كنا دايما بنسميه قلب الفرقة وعنده مهارة عالية جدا في الملعب ودم خفيف اكيد تفتكر مقلب اكيد براكات عمل فيك مقلب وطبعا هو دايما بيهزر كتير هو دايما بيهزر كتير جدا كنت بسمي كتير هو كان بيسميني كتير علشان كان بي دايما بيكلمني بالعربي وانا كنت بقول خطير كتير دايما كان بيقولي كلمك كتير فانا دايما كنت بقوله يا خطير فهو دايما دايما صديق عزيز على قلبي دايما كان بيشجعني دايما في الحاجات الكويسة وفي الحاجات الوحشة عظي نشوفي السورة اللي بعد كده هسام الحضري كتش حضري برضو نفس الكلام الصديق عزيز دايما كان فيما بيننا مساعدات كتير دايما ساعدني في السنة الجديدة كان دايما بيسق فيها كويس جدا كان عارف ان انا اقدر اعمل حاجات كتير وطبعا صعب ان انا اتكلم كل الكلام هيبقى قليل لان انا اعملت كويس جدا مع الناس لان انا كنت مبسوط جدا مع كل الناس انا مكنتش في مكاني بس انا دايما كنت ببقى مبسوط مع كل زميلي في الملعب تشوف السورة بعد كده شادي محمد كابتن شادي محمد كابتن شادي محمد كابتن شادي محمد طبعا دايما كان هو بيهزر جدا كتير معايا دايما كنا بنلعب كان دايما كابتن كبير بالنسبالي في النادي كان واحد من خطوط الوسط الجمال في التدريب او في التأسيمة كنت تتفوق على مين في مدافع النادي لها تتفوق عليه جامل جدا كان بيزعل منك اوش بيزعل منك كورة يعني انا فاكر حاجة واحد من اول التدريبات بتاعتي لما جيت علشان امز العقد اول تمرين لي كان رامي رامي ربيع رامي ربيع رامي عادل رامي عادل رامي عادل رامي عادل رامي عادل مدفعي ورامي عادل كان وسط كان رامي عادل كان كابتن رامي عادل بالخطأ قد قدموا في مناخيري وخرجت من التمرين كان فيه اصابة بس ما كناش دايما بنزع لان احنا كنا بنعمل القول ماكن نجد بين الداية طبعا كنت دايما صديق عزيز على رامي بس دي علمت معي شوية لان كان اول تمرين بالنسبالي كان عندما ده يحصل بس طبعا مع الوقت طبعا بقينوا قريبين جدا وبقينوا اصدقاء احمد صايد نوع جيوبيرتو كان يسمى غامبيز التجربة كان دائماً.. كان دائماً صعبي جداً، دائماً بيعمل تاكل قوي جداً كان دايماً الكوتش كان بيتضايق مداً من هو بيعمل كلا لأنه هو كان دايماً بيجيب بانالتيز على الفرقة فطبعاً التاكل الكتير كان دايماً بيعمل مشاكل الفرقة بس الحمد لله بقى أفضل في الماتشاط اللي بعد كلا وهو طبعاً كان جد جداً في الماتشاط وكان جد جداً في التمارين وكان دايماً ساعات في بعض اللاعبين اللي كانوا بيتضايقوا من الطريقة وصورهم دافع جامد معسال طبعاً طبعاً شامع أنا على تليفون كبان الكابتني الكبير كابتن أحمد السيد مشرفني ومنورني سعيد جداً بتواجدك معي طبعاً أحبك أهي جانباس هلاو حبيبي أحبك جد جداً وأنا تمام كابتن أحمد قولي بقى لما كنت في التدريب أو في المران أو في التأسيمة كنت بتتفوق على فلابيو أو رجل ما بتتفوق عليك عايزاري أصبح إنهم من هذا الوحد كان عمال يقول rằng كنت بخاف منه كان صعبا جدا أن مهاجم يقل إطلاعن하는 سيد أحد من الأشخاص العنيفة شوية في التمارين كان قوي جداً في الدفاع فكان دايماً من الأقوى اللعيبة وطبعاً كنا بنحترموا جداً في التمارين كابتن أحمد تقولي عن أمادو بلافيو واحد من أبرز المواجمين لجوم في تاريخ النادي الأهلي طبعاً بالنسبة لي أنا فلافيو وجل بيرتو هم أعظم اتنين محترفين جوم في تاريخ النادي الأهلي عملوا كل حاجة الحمد لله كانوا مؤثرين جداً في الفرقة انت عارفوا انت ما بتجيب واحد محترف لازم يبقى أعلى من اللي عندك لا دول أعلى بكتير مستوى فكري مختلف مستوى احتراف المختلف اللي اتنين غير القفار كانوا بيجوا مصر يمكن فلافيو أول ما جاي كان في شوية تعصرات معاه لكن احنا كنا كلنا سابورتي لي وكنا في ظهره لأن احنا أنا لعبت عليه في بسر وقتلكه وعارف إمكاناته كويس قوي وكنا كلنا بندفع عنه وإحنا شفناه والحمد لله طبعاً هو يعني أول موسم أحرض هدف بعد كده الحمد لله كان مرعب لمدفعين أفريطة كلهم ودي حاجة فارت معنا جداً طبعاً في فكتوراتنا صحيح كابتن الكبير كابتن أحمد السيد أنا بشكرك شكراً جزيعاً لهذه المشاركة والمداخلة طيب بلابيو لو سألتك في الوقت الحالي الجيل الحالي للنادي الأهلي أعطاك أنك تعرف مجموعة من اللاعبين في النادي الأهلي في الوقت الحالي من من اللاعبين الحاليين كنت تحب أنك تلعب جنبه علشان أكون أكون صريح أنا بعيد شوي عن الفرقة لإني وأنا في أنجولا دلوقتي ما عنديش الفرصة كبيرة أن أنا أتفرج على المشاركات بس دلوقتي في البطولة ديت أنا بحاول أتفرج شوي على المشاركات بس أظن دلوقتي فيه فيه اللعيبة قوية في الأهلي هو مش فيه لعيب الجناح الأيثر للأهلي أظن أنه هو مش مصري معلول علي معلول علي معلول هو أجنبي أظن أنه أجنبي هو مش مصري بس هو لعيب كويس جدا طبعا طبعا الأهلي بحط الكثير من القوة في الأهلي وطبعا فيه فيه واحد للعيبة المهاجمين اللي عمل جون في الزمالك في الموتش اللي عمل جون من برى المنطقة مش فاكر اسمه قوي بس هو عمل جون كويس قوي عمر السلعية وهو العيب مهم جدا عمر السلعية طيب هسألك دلوقتي بيتسو موسيماني هو أول مدرب أفريقي ييجي يدرب النادي الأهلي ده فتح لك المجال أو فتح لك مجال التفكير أنك في يوم من الأيام تيجي وتدرب النادي الأهلي مديرا فنيا ليه الفريق الأول دي تفتحت في دماغي طبعا من زمان جدا لأن للعب للأهلي أو لتمرين الأهلي ده طبعا بيعتمد على الشغل طبعا أنا بحترم جدا المدرب اللي موجود دلوقتي لأن قبل الأهلي عمل شغل كويس جدا مع سون داونز وطبعا دلوقتي هو عمل شغل كويس جدا للأهلي ما فيش أي حط يقدر يقول أي كلام تاني وهو لسه عنده شغل كتير يعملوا مع الأهلي فالحاجة اللي أنا عايز أتمنىها أتمنىها فعلا للأهل أن هما يكونوا مبسوطين ويكون ويجيبوا أكتر من بطولة للنادي وطبعا الدنيا دايما تعدي وطبعا أنا شغال في أنجولا دلوقتي وطبعا علشان آجي هنا وأدرب الأهلي لازم أعمل شغل قوي جدا ولازم أشتغل قوي جدا بقوة جدا علشان علشان تدريب في الأهلي عظيم جدا طيب آخر صورة هارضها معاك قبل مكتم هي صورة للعب عظيم كبير نتذكره بكل خير مع النادي الأهلي نتذكره كابتن محمد عبدالوهاب كابتن عبدالوهاب لعبت أول سنة مع كابتن عبدالوهاب للأسف إنه لما توفق أنا ما كنتش موجود هنا كان عندي موتش مع المنتخب الأنجولي وطبعا ده كان لي وقع علي صعب جدا كان شيء محزن جدا فضلت مضايق جدا ما كنتش ما كنتش في حالتي الطبيعية لإنه اللي حصل معا كان شيء صعب جدا لإنه هو كان صديق عزيز على قلبي كنا دايما أصدقاء كويسين كان دايما بيرعب مكان جيلبرتو بس عمره مكان أقل هو كان دايما واحد اللعب الأقوية جدا كان بيرعب في المنتخب المصري جاب أكتر من جون كان عنده قوة رجل قوية جدا كان بيعمل عرضيات قوية جدا جميلة جدا للأسف اللي حصل طبعا كان شيء صعب جدا كان خلانا جدا مستقين ومتدايقين رحمة الله عليه واحد من اللعب العظيمة في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر أما عضو بلابيو إحنا كنا سعداء جدا وتشرفنا جدا بتواجدك في مصر دايما سعداء بتواجدك دايما طلتك وظهورك بالنسبة لنا حاجة تساعدنا جميعا أعلميين وجماهير وكل شيء أشكركم جدا وأشكركم جدا على الدعوة الجميلة دي ودايما كل ما أقدر يكون موجود هنا وهكون أنا طبعا أنا موجود معكم هنا بروحي وطبعا لما يكون يبقى عندي الفرصة لأنا أكون موجود هنا بنفسي هبقى موجود هنا مع المشجعين ومع حبايبي المصرين شكرا جدا شرفنا جدا أشكرك شكرا جزيلا وكامل التوفيق ليك دي كان نهاية حلقتنا النهاردة نهاية الجزء التاني من لقاءنا مع النجمة الكبير أمادو فلابيو مهاجم النادي الأهلي الأصبق واحد من أبرز المهاجمين في تاريخ النادي الأهلي وتاريخ الكرة المصرية والدولي المصري أشوفكم يا رب على الفخير